موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على جماهير النادي الاهلي وكل من يشاهد قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا بكم ويوم جديد من أيام البيت الكبير على مرة من 25 أو من 27 تحديدا نوفمبر لغاية 5 ديسمبر يعني الأفراح والانتصارات للنادي الاهلي مستمرة وجماهير النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي في فرحة وسعادة كبيرة جدا ببداية من يمكن أول مبارح خلاص الأفراح انتهت وبيستعد النادي الاهلي إن شاء الله لبداية موسم قوي على أمل أكيد طبعا السلسية العام القادم بإذن الله النادي الاهلي بيقفل الصفحة وبيبدأ من جديد كعاته والنهاردة إن شاء الله حلقتنا في البيت الكبير أكيد هكون فيها فقرات مميزة جدا لكن طبعا قبل ما يبدأ حلقتنا طبعا برحب بك يا سيام مساء الخير عليك وأنا برحب بك أهلا بيك إحنا فعلا زي ما كابتن هاني قال من يوم السبع وعشرين لحد يوم خمسة يمكن إحنا في فرحة يعني يمكن مستمرة الجماهير تفرح زي ما هي عايزة لعبتنا قفلت على نفسها ومركزة هنتبع معكم كل التفاصيل دي ولكن مساء الخير عليكم أحلى جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي ما بيشبعوش من الفريق مستنيين وبالتاني بفرغ الصبر بعد ما أسعدهم الموسم اللي فات بالثلاثية مستنيين يشوفوا من جديد وده يمكن إن شاء الله هيبقى بداية من يوم الحد الجاي كمان عندنا بطولة مهمة جدا بطولة الدوري الممتاز اللي الفريق هيفتتح الدوري بمواجهة خلوني الأول يعني بعد يعني نقول قبل ما نقول أخبار نقول لكم ديوف حلقتنا النهاردة إيه النهاردة معنا في الفقرة الأولى إن شاء الله لازم لنا الناقد الرياضي كالعادة عمر البنوبي هيكون في المشرفنا النهاردة مع زمي كابتن هاني رمزي في الفقرة الثانية كابتن الكبير محمد عامر وحديث مهم جدا حوالي النادي الأهلي ورياضة وبطولة الدوري في الموسم الجديد كل سنة وانتوا طيبين في الآخر هيكون طبعا معنا كالعادة زي كل يوم ثلاث الفقرة المحببة ليكم خط أحمر مع زميلنا أحمد أسامة ومحمد فارس وحديث مهم جدا حوالي النادي الأهلي وبطولة أفريقيا وكابتن محمود الخطيب وغيرها أيضا من الموضوعات المثيرة والشيقة أفتكر أكيد يا سام طبعا كلنا طبعا إن شاء الله إن شاء الله تستمتعب بنستعد لموسم جديد إن شاء الله نستعد بشكل قوي وإن شاء الله بإذن الله كمان بنطمح جماهير النادي الأهلي بتقول وللأة كمان السنة الجاية إن شاء الله نحصل على السلسية خدنا الدوري والكاس وبطولة أفريقيا إن شاء الله هنبدأ موسم قوي بإذن الله وكمان إن شاء الله عندنا قبل ما نبدأ الموسم أو بعد بداية مباراة المقصة كل الناس منتظر مباراة السوبر إن شاء الله السوبر الأفريقي النادي الأهلي إن شاء الله يقودها ووراها كمان السوبر المحلي النهاردة إن شاء الله يعني النادي الأهلي بدأ استعداداته already لمواجهة في اعتقاد المواجهة مش هتكون سهلة أمام مصر المقصة طبعا حالة من الحماس والجدية المسيطرة على اللعيبة وزي ما احنا شايفين الكابتن كمان محمود الخطيب يعني بيحضر تدريبة النادي الأهلي النهاردة ده بيدل كمان ان خلاص احنا قفلنا صفحة يا جماعة الاحتفالات التدريبات زي ما احنا شايفين تدريبات جدية جدا كل اللعيبة على مستوى الحمد لله كمان بعد عودة الإصابات من كورونا وكان ما انت لقتها جميلة جدا نهاردة كمان واق الجمعة الصخرة صخرة الدفاع المصري على المستوى النادي الأهلي ومنتخب مصر ايقونات النادي الأهلي كابتن واق الجمعة كمان بيزور اللعيبة ويزور الكابتن محمود الخطيب في ملعب التيتش بيهنيهم طبعا على السلسية التاريخية وكابتن محمود الخطيب كان زي ما انت شايفين استقبل واق الجمعة واق الجمعة كان بيتفرج على التدريب وممكن كمان قبل التدريب كان بيسلم على اللعيبة بيبرك لهم على السلسية التاريخية اللي حقيقوها الموسم دوت وكمان خلاص موسماني زي ما انتوا شايفين عمل محضرة محضرة كانت مهمة جدا قال للعيبة فيها طبعا ده قبل التمرين ما يبدأ قال لهم الحقيقة يعني احنا عملتوا مبروك عليكم وفرحنا كتير جدا ومبروكوا السلسية لكن من فضلكوا فلو الصفحة خلاص الموضوع انتهى بالنسبان بنبدأ صفحة جديدة بنبدأ تحدي جديد على مستوى الدور ان شاء الله يوم الحد اللي جاي وباذن الله يعني وكابتن خطيب ده بيأكد كمان الكلام اللي قاله كابتن خطيب يمكن فاكرين بعد البطولة الأفريقية وكابتن خطيب بيقوله خلاص اقفلوا الصفحة عندكم كاس مصر وبعد كمان كاس مصر قال اقفلوا يا جماعة الصفحة خلاص احنا نادي وجماهير النادي الاهلي منتظر منكم الكتير بداية ان شاء الله من يوم الحد مرورا بقى بكاس السوبر الافريقي مرورا بالسوبر المحل ان شاء الله يكون يسهام موسم ان شاء الله بإذن الله. يا رب إن شاء الله. يمكن النهاردة زي ما شفتوا كده كان فيه ديو في النهاردة مشارفين الملعب. وحرسوا على أنه هم يعني يهنوا أكيد اللعيبة بالفوز أو تحقيه الثلاثية. ويدعموهم في اللجاية. لأنه المشوار أكيد اللجاية أطول وأصعب. وجمهور زي ما قلنا. الجمهور دايما طماع بيحب الزيادة. فإن شاء الله يحققوا ده. النهاردة زي ما أنت قلت كان كابتن واق الجمعة. صخرة. صخرة الدفاع موجودة. طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص على حضور تمرينة النهاردة. السادي عجوب السعدي. رئيس قنوات أبو دابي الريادية. كمان كان موجود النهاردة. زي ما شفنا في الفيديو. النهاردة طبعا اللعيبة. حسن نهاردة في التمرينة في حماسة. فيه كده دوافع جديدة. فيه حوافز جديدة للعيبة داخل عليها إن شاء الله. متحمسين جدا متفقلين باللي جاي. يمكن ده بسبب أو نتيجة اللي حققوه في الفترة اللي فاتت. فمفيش دافع أحسن من كده. ولا أفخم من كده. خلينا نقول. النهاردة كمان من ضمن الأخبار الحلوة الجمهوري. النادي الأهلي الثلاثي. اللي كان طبعا الجمهور بيسأل عليه دايما باستمرار. وكان بيتمنى يشوفهم في الكاس وفي نهاية أفريقيا. نهاردة وليد سليمان. الحمد الله يا رب كان موجود. وبتصور مع التلت كقوس اللي النادي الأهلي حققهم. أحمد ياسر ريان النهاردة كمان كان بيشارك في التمرينة مع إليو ديانج. جماهير النادي النهاردة كانت يمكن معظم الناس شافت الصور النهاردة في تمرينة العصر. لكن النهاردة الثلاثي كان بيشارك بشكل رسمي في الميران بعد ما تعافوا أو من إصابة كورونا فيروس. وطبعا كانوا بيخضعوا لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطب الخاص بوزارة الصحة المتعارف عليه. يمكن النهاردة الجهاز الفني كمان كان مسيطر عليه. يعني حالة من السعادة بعد ما عاد سليمان مرتانيا. ديانج أحمد فالنهاردة كمان زمانهم كانوا فرحانين بيهم جدا وخاصة وأنهم كانوا من أسباب انتصارات الفريق الموسم ده. حسين الشحاك كمان يمكن النهاردة بيخضع لفحص طبي قبل ما ينطلق الميران واكتفى بجلسة في الجم بس. وده طبعا كان تحت إشراف الفريق الطبي. أما بقى نجمنا الجديد طاهر طاهر محمد طاهر اللي تعرض لإصابة قوية جدا في وشه خلال المباراة مع طلاق على الجيش في النهائي الكاس وطبعا النهاردة كان عنده بس جلسة في الجم هو كمان. وحضركم عارفين أو اللي مش عارفين أنه هو تعرض لإصابة قوية جدا في الراس استلزمت إجراء. يمكن عمل غرس في دماغه. لما كان بيشارك فيه ماتش الفاينل لبطولة كاس مصر. أخيرا مروام محسن هو كمان كان بيقدي جلسة علاجاة في الجم علشان يجهز لمواجهة مصر المقصة يوم الأحد اللي جاي. وأولى مواجهة النادي الأهلي في الدوري الموسم الجديد. كان مروام بيشتك شوية من إجهد عضلي بعد ضغط طبعا المباراة الكبيرة اللي فاتت. ولكن يعني في الأخير بيعودوا تقريبا كلهم. يعني الحمد لله مرة تانية يشاركوا. يعني الاستعدادات بشكل قوي جدا. وخليكي يمكن أنا عشت أجواء الفرحة بعد البطولات. وبداية موسم المواسم. لكن النادي الأهلي بستعد بجدية جدا. كل اللعيبة نفسها تشارك. كل اللعيبة على مستوى عالي. عودة طبعا السلاسة ده بيديف إضافة قوية جدا لمسلماني. في مشوار طوير إن شاء الله هيبدأ يوم الحد بإذن الله. طبعا. مباراة يوم الحد مباراة مهمة جدا. بداية مشوار لبطولة النادي الأهلي. بطولة محببة للنادي الأهلي. البطولة الدوري 42 دوري. فزي ما أنت قلت الأجواء كلها. وجود كمان وقل جمعة كمان. كانت مفاجأة صارة جدا 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 لعيبة. وقل جمعة من يعني من اللعيبة المميزة جدا. وجماهير النادي الأهلي بتاعها شقوية الجمعة. لعشقه الكيان النادي الأهلي النهار ده كان متواجد وعمل يعني كمان بهجة وسعادة اللعبين. لكن خلاص الصفحة تقفلت بيستعدوا بشكل جدي جدا لمباراة مصر المقصة. وإن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بإذن الله. على خير إن شاء الله. فكرتنا خلصت سريعا. يمكن مرنا فيها على الأخبار النادي الأهلي بسرعة كده فاصل سريع. ومن بعده نستقبل الناقض الرياضي عمر البنوبي مع زميلي الكابتن هنا. في البيت الكبير. أهلا بحضراتكو. طبعا الفقرة المميزة التلات المميز عندنا هنا في البيت الكبير مع المميز عمر البنوبي. بنرحب بك عمر. أهلا بك في البيت الكبير. أهلا كابتن هنا رنزي. حضرتك منور الدنيا. ربنا يخليك يا عمر. يعني إحنا دايما بنتكلم بره الصندوق. ودايما يعني فقرتنا بتبقى مميزة جدا. لأن بنتكلم خارج الصندوق شوية. خارج أحداث اللي بيحصل هنا في مصر. والأجواء. يعني الحمد لله الفرحة والبطولات كانت مستمرة أيام كتيرة. لكن عايز أخذك وارجع بيك وارجع للناس لتأثير فيروس كورونا. فيروس كورونا تأثيره إيه؟ وهل هذا التأثير ممتد دلوقتي. يعني تأثيره إيه على القرى الأوروبية بشكل خاص؟ وهل التأثير دوت خلاص انتهى بعودة الدوريات الأوروبية ولا لأ؟ يعني هو خلينا نبتدي أولا بمبارك لنادي الأهلي السلساء. يعني كل أسبوع كده بديجي نلاقي بطولة جديدة ما شاء الله يعني. وشتا الحلها. طبعا. يعني مبروك لنادي الأهلي مجلس دارته جمهوره. كل الناس بتحب النادي الأهلي وبالتوفية إن شاء الله في الخطوات اللي جاية دايما الأهلي بيرمي ورا دهره ويحقق بطولة يرميها ورا دهره ويفكر في اللي جاي في سيزون جديد. جاي تحديات جديدة وطموحات جديدة فإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي ده أولا. ثانيا الموضوع طبعا الحلوية بتطرحه النهاردة شديد الأهمية كمان لأنه تدعياته لسه في المستقبل كتير إحنا في وضع برضو ممكن ما بصيناش شوي عشان البطولات خدتنا وركزنا شوي في إن المنافسات تم استقنافها على مستقل العالم مش بس في أفراقيا هنا مع استقناف الدوريات في أوروبا بعد التوقف اللي حصل لعدة شهور بسبب فيروس كورونا حصل إنه بدأت منظمات الكرة القدم مثل الفيفا أو ربطة الأنديال الأوروبية الإي سي إي إن هي تشوف إيه الخسائر الاقتصادية اللي حصلت لكرة القدم لصناعة كرة القدم في الفترة بتاعت فيروس كورونا. يمكن التقرير اللي طلع من ربطة الأنديال الأوروبية قال إنه في السيزن اللي حصلت في بعض الدول وفي بعض الدول الألغة الدوريات زي فرنسا زي هولندا كانت الخسائر للأنديال الأوروبية تحديدا تقترب من 1.6 يعني مليار وخمسمائة أو ستم مليار وستمائة مليون دولار رقم كبير دي؟ طبعا الرقم ضخم ويخض ده في السيزن اللي فات اللي كان فيه المشاكل كلها الرقم ده بسبب التوقف الطويل العوائد البس والعقود اللي كانت طبعا مبرمة في التوقيتات دي عقود لها توقيتات فيه دفعات القائمين على تشغيل اللعبة نفسها الموضوع كان غير متوقع طبعا إنه يبقى حصل فيه وباء عالمي وإنه تتوقف كرة القدم على مستقل العالم وتتوقف يعني لفترة مش قليلة لما رجعت الدوريات الموضوع ما كانش سهل يمكن أفتكر إنه في وقت توقف الدوريات أو الدوري قال إحنا رجعين كان الدوري الألماني من الدوريات الكبيرة وساعتها كانت الناس لسنا مش عارفة ازاي ممكن يتم استقناف الدوري في وقت زي ده اللعيبة هتتمرن ازاي مفيش حضور جماهيري اوكي دي مفهومة لكن القصة هتمشي ازاي ما كانتش للساطح ساعتها كان الفرتش رودر هو دلوقتي مساعد رونالد كومن في بارشلونا كان هو الهيد كوتش في نادي هوفنهايم الألماني وكان بينافس للسعود ليوروبا ليج في الوقت ده بينافس على المركز السادس مع فولفسبورج فسألته وقتها عملت معي انترفيو سألته بالنسبة لعودة الدوري انتوا زي مخططين للفكرة نفسها ليه الدوري يرجع في الظروف اللي فيها العالم كله في الوقت الحالي فقال لي احنا بنلعب كرة عشان الجمهور والجمهور هو مصدر الدخل بتاع الاندية كلها ده مفهوم لكن احنا ازا مش هنلعب كرة عشان الجمهور لو الجمهور مش هيحضر فاحنا هنلعب من اجل المال مش من اجل المال ان هو عاوز فيلوس لا لاجل الكيانات نفسها الرياضية لاجل الاندية انها تفضل قائمة وتفضل صناعة كرة القدم ماشية هو ده المقصود من فكرة هنلعب من اجل المال ويمكن من اهم الاحداث اللي حصلت انا شايفة في السنة اللي احنا فيها دي وهي بتنتهي انه المانيا استقنفت الكرة لانه فتحت الباب بعد كده للدوريات في اوروبا انها تستقنف لانه الالغاء يساوي كارثة اقتصادية على صناعة كرة القدم على مستوى العالم بالرغم الحقوق الكبيرة جدا حقوق البس مثلا على سابين المثال انت بتتكلم على سكاي سكاي والدوري الانجليزي بتتكلم على بيتي سبورت دفعوا حوالي اكتر من 4.5 يعني بتكلم 4.5 مليار دولار ده حقوق البس للدوري الانجليزي في 3 سنين وكمان خلينا نكلم انه بيدفعوا مقدم يعني بيدفعوا الريدي 4 مليار للدوري الانجليزي لمدة 3 سنين لحقوق البس فده ما كانش ممكن جزء يتعود لانه يعني القصة الرقم كبير جدا ده ما كانش يقدر يعود جزء من الخسائر لسنة اللي فاتت يمكن الموضوع صعب يا كابتن هاني ونفس التقرير اللي انا شارته رابطة الاندية الاوروبية بتكلم في النقطة اللي حضرتك قلتها دي انه طب السنة الجاية الوضعي الناس متخيلة او في بعض الناس متخيلة انه طالما استقنفت المسابقات في السيزن اللي فات ان السيزن اللي جاي خلص الدنيا هتبقى وردي والفلوس ترجع وده لا هو الدروب اللي حصل كبير السنة اللي جاية الخسائر المتوقعة تقريب بتوصل لضعف الخسائر بتاعت السنة اللي فاتت اكتر كمان من السنة يعني هما رابطة الاندية الاوروبية بتتكلم في انه السنة اللي جاية ممكن توصل الخسائر الاجمالي بتاعت الموسمين دول إحنا قلنا مليار وستمائة مليون لا هتوصل لتقريبا أربعة مليار دولار بنهاية السيزن اللي جاي فهي فعلا بتزيد أكتر من الضعف الموقف ده ليه؟ لأنه العواقض بتاعة الأندية نفسها بدأت تقل بشكل كبير جدا عقود الرعاية نفسها الشركات مش هتقدر أنها توفي لأنه مش بيجي لها الانكم النفس الانكم اللي كان بييجي في وقت ما كانش فيه فيروس كورونا منتشر وما كانت الحياة طبيعية فبالتالي لا الخسائر المتوقعة السنة الجاي في أوروبا هتكون أكبر من خسائر السنة اللي فاتت وده أثر حتى على سوق الانتقالات اللي فاتت شفنا أنه مفيش انتقالات تقريبا كبيرة نفسي أكلمك على موضوع الترانسفيرز واختفاء الأرقام الكبيرة جدا ترانسفيرر رونالدو مثلا لما راحل يوبنتوس 100 مليون الأرقام دي خلاص ما بقتش نمار من 32 مليون الأرقام ضخمة الأرقام دي انتهت خلاص الأرقام دي مش موجودة يمكن أعلى رقم في سوق الانتقالات اللي فاتت تقريبا 50 أو 60 هلاندو بالزبط يعني ما بتعديش ما كسرتش المية أصلا الموضوع ما بقاش سهل لأنه ما فيش الأندية ما فيش موارد النقطة نفسها أن سوق الانتقالات نفسه كان هادي جدا السنة اللي فاتت ممكن في يناير يحاولوا أنه يكون فيه نوع من أنواع الدعم شوية للأندية أنها عم يحتاجة برضو تجيب لعيبة وفي أندية بتنافس في أندية وقعت في أندية كبيرة دولت زي أرسنل زي تشيلسي عندهم بعض الطموحات الزيادة لأنه أرسنل وقع شوية ومحتاج أنه يعزز السكواد بتاعه الفترة اللي جاية لكن الفكرة كلها في العواقض فيه لأنه في إنجلترا زي ما حدك ذكرت يعني تحديدا حقوق بس الدوري الإنجليزي الشبكات اللي بتبس المباريات دفعت مبالغ ضخمة على أساس النوق معها حقوق بس لحد سنة 2022 لكن 2022 دلوقتي ما بقيتش مضمونة لأنه الوضع اللي إحنا فيه مفيش جمهور في الملعب العواقض اللي أنديية نفسها اتأثرت لدرجة أنه في سيستم الدوري الإنجليزي أنه ربطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت بتخصص جزء من الأموال لدعم الشامبينجري بالدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ليج وون لأنها الأندية دي أنديية صغيرة ومعندهاش نفس الموارد اللي مواجودة عند الأندية الكبيرة اللي حصل للسنة دي أنه كمان الأندية الصغيرة في إنجلترا أو أنديية الدرجة الأولى والتانية وبعد الأندية على فكرة في البريمير ليج وقعت تعريضها واعترضت على وزارة الثقافة والرياضة في إنجلترا إنه إحنا محتاجين حل لأنه عدم وجود الجماهير في المدرجات مأثر على مداخيل الأندية دي اللي هي بتعتمد بشكل كامل على حضور الجماهير أولا كهوية الدرجات دي بتعتمد بشكل أكتر من 80% على العوائد التوب تيمز دي فيه رعاة بشكل كبير يمكن نسبة العوائد اللي دخلها من خلال الجماهير مثلا من التذاكر ومسلا للسياحة والزيارات الاستداد لا تتعدى العشرين في المائة للتوب تيمز لكن الدرجات التحت دي الموضوع صعب جدا بالزبط وهم كمان يعني نهارده بكنت بتكلم مع الرجل العمل الأردني واقل الآضي هو مالك نادي بريستل روفرز الإنجليزي في الليج ون يمكن السنة دي هو عام الحاجة أنا كنت بنقش فيها حتة الأوبن لتر للجمهور خطاب مفتوح للجمهور بصراحهم بوضع النادي في ظل فيروس كورونا خسر قد إيه الخطة اللي شغال عليها إيه النادي بيحاول إنه يسيرفايف إزاي الكلام كان على إنه العوائد قلت الخسائر عنده في نادي بنتكلم في نادي في ليج ون يعني حتى مش شامبيونشيب الدرجة التانية بالضبط الدرجة التانية اللي الثالثة عندنا خسران 2 مليون سترليني 2 مليون سترليني بنسباله رقم ضخم جدا مش رقم كبير بس بخلاف النواة اشتار النادي مثلا من أربع سنين دلوقتي يعني برضو في البزنس نقدر نقول إنه لأ ضربة كبيرة هما بيتكلموا النقطة المهمة في القصة دي يا كابتن هاني إنهما بيتكلموا عن حتة الاستدامة إنه يكون في استدامة للموارد بتاعت النادي لأنه اتضح إنه الاعتماد على حضور الجماهير جيه ظرف حصل عالمي فجأة مفيش جمهور بيحد وبالتالي هما حاولوا يحطوا بدايل للجمهور إنه إزاي قدر يدعم النادي بتاعه مثلا إنه أنا عندي البلاتفورم بتاعت السوشال ميديا بتاعت النادي والويب سايت والخدمات اللي بيقدموها التيشرت الحاجات اللي عليها براند النادي بالضبط قال اللي بتتباع إنه إزاي يقدروا يزودوا ده إزاي يقدروا يجذبوا الجمهور إنه هو يشترك في القناة الرسمية بتاعت النادي أنديت انجلترا كلها بتعمل ده دلوقتي لأنه ده البديل على أساس حتى لو ما فيش حضور جماهيري الجماهير النفسة بتساهم بتساهم وفيه ده من خلال الخدمة بتتقدم له بالضبط فالأفكار كتير لكن في النهاية تفعلوا الجمهور معاها شكله إيه هو ده الموضوع إنه لسه الحكاية من الناس متعودة هناك في انجلترا إنها تروح للمطش يوم السبت ويوم الحد وتروح تتفرج والموضوع بالنسبة لهم مقدس لكن فجأة إنه لها نفسه في البيت ويتفرج في التلفزيون وده اللي خلى الحكومة البريطانية تاخد القرار إنه الجمهور يرجع بأعداد محدودة جدا لكن في النهاية 2000 في مباراة ليفر بول ويلبرهامتن لأنه يمكن هم حملينها تصنيف حسب المنطقة حسب كل مدينة الوضع الوبائي فيها إيه والمسموح دلوقتي 2000 مشجع فقط وبيتم دخولهم الملعب وفي كل إجراءات احترازية على مسافات أمينة جوا المدرجات ومن هنا بيبتدوا شوية يعني اللي هو العجلة الدور زي ما يقول بالمصري هنا العجلة الدور يمشي الدنيا يعني أه علشان الدنيا تمشي لأن الموضوع ما بقاش سهل الفيفا نفسه بيعاني كنت لسه أسألك يعني دور الفيفا بقى إيه في الأزمة الكبيرة اللي حصلت وخاصة أن عارفين طبعا الفيفا هو الراعي الرسمي لكل الأندية على مستوى العالم ومستوى القرارات كان رد فعله إيه يعني هو الوضع العام طبعا كان سيء جدا وفوج الفيفا أنه فيه اتحادات الموضوع عن ده بقى صعب جدا عمل هو صندوق الإغاثة ما يسمى بصندوق الإغاثة حط فيه واحد ونص مليار دولار لدعم الاتحادات المحلية لأنه يمكن بره أوروبا شوية الموضوع أصعب من جوه أوروبا لأنه أنك توقف مسابقات في أمريكا الجنوبية في أفراكيا الموضوع مش هيبقى سهل أنك ترجع النشاط بسهولة درجة أن فيه بعض الاتحادات كانت استغنت عن موظفينها في وقت من الأوقات بسبب فيروس كورونا ساعتها الفيفا حط زي القواعد أو ليحة إزاي تستفيد من الصندوق الإغاثة ده في فترة فيروس كورونا أن كل اتحاد محلي له الحق في دعم بيطلب الدعم الدعم ده بيبقى واحد ونصف مليون دولار بشارة نصف مليون دولار منهم لكرة القدم النسائية وده تقدم لمية وخمسين دولة طلبوا الدعم في الوقت ده وكمان فتح الباب للاقتراض كمان يعني وصل الأمر أنه ها يعني أنت هديك مليون ونصف دولار في خمسمائة ألف للكورا النسائية ومليون كدعم لكن لو عايز تقترد في لميت كمان يعني برضو أنت لو عايز تقترد هتوصل لخمسة مليون دولار لكن هتسدد والاتحادات تاخد أربعة مليون دولار لو برضو هتسدد ده في القرض فالوضع ده كمان خلّل فيه فقلآن شوي يعني لأنهما لما بيرقبوا حركة موضوع لقوا مثلا أنه المكسيك لما أخدت الدعم المليون ونصف دولار كلهم صرفتهم على الكرة النسائية بالكامل مش نصف مليون بس ده في المكسيك مثلا فيه اتحادات زي أورو جوية اتحادات في أمريكا الجنوبية كان عندها موظفين مشيوا رجعوهم تاني وبدأوا يحطولهم رواتبهم علشان يشتغلوا تاني وعلشان المسابقات تمشي الوضع ده يمكن بيقول أنه محتاجين شوية التفكير بتاع التفكير الاقتصادي لكرة القدم يتغير احنا مشوف أوروبا دلوقتي وبنحكي كل ده وبنستعرض كل ده عشان نعرف أن الموضوع مش سهل برضه هنا في مصر ومش سهل أفراقه كلها طبعا طبعا بس انت شايف يعني شايف السنين اللي جاية ازاي خلي بالك كمان في نقطة مهمة والناسبة متفكرش فيها كمان انت عندك تقريبا في عشرين وعشرين كمان البريميال ليج مع يمكن احتماليات كبيرة جدا جدا لخروج اليو كي من الاتحاد الأوروبي انه هيكون فيه كمان الترانسفير ماركت هيختلف تماما في البريميال ليج يعني مش هلاقي كل اللعيبة بتروح وتيجي بأرقام كبيرة ولا هبقى فيه بعض القيود كمان على الانتقالات في البريميال ليج يمكن دي حقيقة كابتن هي نقطة يعني صعبة شوية بس خليني أقولك انه أنا تبيعت برضه الكونجرس تاعة الفيفا اللي فات الاجتماع بتاع المجلس أعلى للفيفا مش كونجرس والاجتماع مجلس أعلى للفيفا اللي فات ده كان من ثلاثة يام تقريبا ويمكن نتكلمه في النقطة دي خدوا قرار انه هيعترفوا بخروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي كمان في كرة القدم وانه بريطانيا هتبقى هي فيها أربع اتحادات مستقلة لكن وضعوا شروط تسهل عملية انتقال اللعيبة ما بين الأربع اتحادات دول يعني يمكن نقطة دي تخص كمان اللعيبة اللهم القصر اللهم الأصغر سنة عشان كمان الناس يعرف انه دلوقتي هو طبيعي جدا ان اللعيب بيروح على مستوى الاتحاد الأوروبي ما فيش أي مشكلة خالص هو بيبقى المشكلة بس ليه مثلا لو جاي من أمريكا الجنوبية أو من قارة تانية بيشترط 75% من اللعب الدولي ده كان الاشتراطات غير ترانسفير وتصريح العمل وتصريح العمل وتغير والموضوع هيختلف تماما يا كابتن هيني وزي ما حضرورك قلت كمان هو الاختلاف الأكبر هيبقى اقتصاديا فكرة الانتقالات بتاعت اللعيبة في السوق بتاع انجلترا ده هيختلف تماما ما بين بقيت الاتحادات الأوروبية وما بين انجلترا نفسها هو بس الفيفا حاول يحفظ حق اللعيب الصغير المولود في ويلز المولود في ايرلندا في اسكوتلندا في انجلترا في الاريا دي ان هو يقدر ينتقل ما فيهاش مشكلة مش ما يتحطش عليه القيود بتاعت بتاعت تصريح العمل والنسبة مشاركة دولية والكلام ده كله لان الموضوع مش سهل هنا اللعيب لما بيطلع من مصر علشان يروح انجلترا انا افتكر كويس جدا ان احمد فتحي وقت ما كان في الاسماعيلي ورايح ارسنل الانجليزي وقفت معه على ماتش يا كابتن هيني مباراة واحدة مباراة واحدة يعني قال لي كنت صغير وفيش ايجنت والكلام ده يعني كابتن احمد شوبير اعتقد برضو تصريح عمل تصريح العمل كرايح افرتن الانجليزي في وقت من الاوقات في تقريبا اربعة وتسعين رايح افرتن الانجليزي وقفت على تصريح العمل بالزبط يعني مع انه كان راح وحضر المؤتمر وتم تقديمه للجمهور وكل حاجة لكن تصريح العمل وقف الشروط دي كلها طبعا في الوضع الجديد لا هتتغير يعني الموضوع مش هيبقى سهل وهيبقى يعني الكودة تبقى اعلى من الفترة وده طبعا هيأثر على الترانسفير وهيأثر على الفلوس وكل حاجة يمكن انخفضت اصلا قيمة الانتقالات السنية دي لو بتجل تلاتين في المية تلاتين في المية تلاتين في المية على مستوى الدوريات الاوروبية الكوبرى تلاتين في المية فطبعا برضو هبوط كبير جدا خصوصا انه كرة القدم عاملة زي الطفل الصغير وبيكبر في تطورها هتيجي في وقت من الوقت فجأة منعت عنه الاكل لازم هيتعب اكيد فاحنا في المرحلة دي في الوقت الحالية على مستوى العالم لكن بالرغم ان بعض الاندية والاندية الكبيرة تتكلم على البايرن يمكن نزل 20% من الرواتب اللعيبة بتتكلم دلوقتي المشكلة الكبيرة كمان في برشلونة ويمكن دلوقتي الرئيس المؤقت لبرشلونة كان قال كان من الافضل ان احنا نستغنع عن ميسي اتباع برقم كبير في خلال الترانسفير اللي فات بتتكلم على بتتكلم على الاندية كبيرة المان سيتي كذلك بتتكلم على المان يونايت دي يعني كل الاندية الكبيرة بدأت تخفض عقود اللعيبة بشكل كبير فده ردود افعال تفتكر حتى استمر كمان السنين اللي جاية انا اعتقد ان الموضوع هيكمل معنا على الأقل لتلات مواسب تلات مواسب احنا شايفين بوادر ايجابية جدا على مستوى العالم في حتة اللقاح وانه وارد انه قريب يكون فيه لقاح لفيروس كورونا خلصنا منه نتمنى يا رب ان ده يحصل من بعدها نحتاج تلات مواسم علشان صناعة كرة القدم تستقر ماليا على مستوى العالم بالشكل اللي كانت عليه قبل كده او في النمو اللي كان موجود قبل مرحلة فيروس كورونا بس انا شايف انه في مصر وضعينا مختلف تماما هنتكلم على وضع مصر بس اقول انت تشجع ريال مدريد او برشلونة انا مشجع ريال مدريد طيب تشجع ريال مدريد وربنا هيسطر عليكم في الماتش اللي جاي لكن عايزين نقول للسادة المشاهدين اللي بيتابع طبعا التشامل ليج طبعا اليوفينتوس كاسبان برشلونة 2-0 يعني عايزين نعرف زكار رونالدو قصر العقدة او قصر المشكلة اللي عنده في احراز اهداف امام برشلونة في التشامل ليج خلاص يبقى يا رونالدو كسر العقدة بتاعته بالظبط ما سجلش قدام برشلونة بدارو يا ابطال بس هو الفرق بين ريال مدريد وبرشلونة في اسبانيا انه السياسة المالية والرؤية الاقتصادية بتاعت مجلس ادارة ريال مدريد وفلورنتينو بيريز تقريبا تحديدا مختلفة تماما ومنظمة افضل من برشلونة برشلونة على وشك انه يعلن افلاسه كنادي وديقالها الرئيس المؤقت توسكتس لبرشلونة قال انه النادي سألوه اذا كنت هتعلن افلاس النادي ولا لا قال لهم لا يعني في المرحلة اللي احنا فيها دي احنا عندنا سياسات مالية لترشيد الانفاق ونخفض عقود اللعيبة وعندنا فواتير للمجلس السابق مش هنمضيها وهنسيبها للمجلس اللي هيجي منتخب وعملين قصة على الموضوع ده علشان ما يعلنش نادي برشلونة افلاسه ده بسبب السياسة المالية الخطأة لدي برشلونة ومجلس دارته اللي فات بارتوميو ولو تكلمنا عن فكرة العقود المبالغ فيها لميسي طبعا ميسي يستحق لكن الفرق بين الجاب اللي بينه وبين بقية اللعيبة والتعقدات وسياسة التعقدات بتاعتهم هي اللي حطتهم في الورطة اللي هم فيها دلوقتي وهو ده الفرق بين ريال مدريد وبرشلونة طب حقدك من سياسة برشلونة وبرشلونة من اعظم الاندية موجودة يعني في العالم ونقارنها بس على المستوى المحلي بسياسة النادي الاهلي في خلال السنة او السنة ونص الصعبة جدا جدا في مش على مستوى التعقدات لكن على المستوى الاقتصادي طول ايه والله يا كابتن هاني هي دي النقطة الاهم او اللي الناس لازم يعني تفكر فيها شوية وتشوف انه النادي الاهلي في عزة ازمة فيروس كورونا طاقف دوري طاقف نشاط اه الوضع ما كانش احسن حاجة اه ادر انه هو يكمل الدوري ما قللش اه عود عود حتى كل العاملين في النادي ما مأخرش عنهم رواتبهم اه ادر انه هو كمان يكمل ادر انه حتى لما احتاج ترانسفيرز يعملها في الفترة اللي فاتت ادر انه يعمل ويجيب اللعيبة اللي هو محتاجها فعلا ادر انه ياخد بطولة افراق ادر انه ياخد الدوري ادر انه ياخد الكاس حق السلسية اه كل ده يستاهل ان الناس تفكر ده تم ازاي وتدي الكريدت للناس اللي اشتغلت على ده كل عناصر منظومة النادي الاهلي بمجلس ادارته بشركته الرعية اللي هي شركة برضو وطنية طبعا ووقفة في ظهر النادي الاهلي وفي نفس الوقت النادي الاهلي كمان بيسير بسياسة حكيمة في الناحية الاقتصادية بتاعته ووصلته في النهاية انه موقفه المالي مستقر وانه في عز الازمة العالمية دي قدر انه هو يحقق اهدافه اللي هي الاهداف الكبيرة كمان انا استعدت بطولة افراقيا بعد غياب سبع سنين ده حقيق النقطة دي كمان تاخدنا للفترة اللي جايه وكمان ما ننساش حتى على مستوى التطوير يعني كمان انت بتتكلم على النواحي بتتكلم على النادي ولا لعيب قال لك انا هتخصم مني او هيخفض مرتبي اصدر عامل بياخد فلوسه انتايم في نفس في نفس المواعيد المحددة ما فيش اي مشكلة كمان على مستوى التطوير تطوير المنشآت ده كان مهم جدا ودي بحتاجة اموال صح بتتكلم على جانب انشائي بيخدم الجامعية العمومية عضاء النادي الاهلي وكمان على المستوى الفني زي ما انت قلت هتحقيق بطولات كبيرة يمكن لانه كمان احنا ركزنا شوية هنا على الجانب بتاع اقتصاد كرة القدم لكن كمان الجزء فعل لامتاع الجامعية العمومية او التطوير الانشاءات البنية التحتية لنادي الاهلي فرع رابع بيتعامل في التجمع الخامس خطط الفروع اكتر الفترة اللي جاية اعتقد ان كل ده في عز الظروف اللي احنا فيها هو انجاز الانجاز كمان يا كابتن هاني انه انا ليه الاهلي تركيزه دايما انه اه ياخد كل البطالات المحلية لكن كمان تركيزه الاكبر بيبقى على دوري ابطال افراقيا لانه الفريق طول ما بيتقدم في بطول الدوري ابطال افراقيا والحد ما بيرفع الكاس هو بيجي له عوائد مالية كبيرة من الكاف ودي اللي بتستدعمه بعد كده كمان انه يقدر يكمل المشوار بتاعه وانه يقدر كمان يحقق اهدافه اللي بعد كده احنا بنشوف كمان دلوقتي يا كابتن هاني انه الاهلي اخد بطولة افراقيا هيلعب في كاس العلم للاندية عنده كمان الفترة اللي جاية في نقطة مهمة انه لانه هدفك بطولة افراقيا لا كمان انت عندك الكاف دلوقتي بيتجه لزيادة العائد او الجايزة بتاعت بطولة دوري ابطال افراقيا من اثنين ونص مليون دولار لاربع مليون دولار فانت ده ده يفرق معاك جدا رقم حلو يفرق معاك جدا طبعا في السيزن اللي جاي انت في النهاية حاببت تعمل استدامة واستمرارية لمواردك وحابب ان انت تقدر تجيب مبالغ اكبر علشان تقدر تقوي فريقك وتقدر تستمر هنا الاستدامة بتيجي من ان انت تتحقق البطولة في ناس توقف فاكرة ان البطولة هي شيء معناوي فقط لا هي مهمة جدا في مشوار النادي وفي مسيرته على المستقل الاقتصادي انه كمان فريق الكرة ده هو قطاع بيصرف على نفسه لانه الجامعة العمامية بتحتاج او البنية التحتية وكل خدمات النادي بتحتاج فلوس كتير ودي موجودة لكن قطاع الكرة هو اللي بيدخل فلوس كتير وعلشان كده بيقدر بيبقى عنده مصاريف اكتر فبيقدر يوفيها بانه يحقق البطولات ويحقق اهدافه طول الفترة اللي هو بيشتغل فيها ووجودنا على الصحة العالمية ده شيء مهم جدا من خلال كاس العالم الاندية ويمكن تابعنا الاسبوع اللي فات كان فيه جلوب سكر في دبي كانت مرشحة تمن فرق هي النادي الاعظم خلال القرن الواحد وعشرين اه مبارح كان فيه فوتينج تاني وبقوا اربع عندية من ضمنهم من النادي الاهلي الضبط شورت لست فيها النادي الاهلي وفيها بارسلونا في ريال مدريد وباير ميونيخ اعتقد انه هو ده برضو جزء من الناحية التسويقية بتاعت النادي دايما النادي الاهلي بالمناسبة قلتها قبل كده بكرارها تاني لما بيجي يعمل عقد الرعاية بتاعه او ملف الرعاية بتاعه بيركز في اداء التفاصيل اللي تقدر يستفيد من كل قيمة للنادي الاهلي وشعار النادي الاهلي بيحسب حتى شعار النادي بيظهر كام مرة بمعدل قد ايه على التلفزيون في المباريات وفي الاحداث الحاجات دي كل ما انت بترتقي كمان بمستقى منافساتك ان انت بتنافس على دور يا ابتال افراكي يا تلعب سوبر افريقي بتلعب كاس عالم للاندية بتظهر مع اندية كبيرة الرعاية بتاعك الرعاية بتوعك بيستفيده وبالتالي انت قيمتك بتزيد ملفه الاقتصادي صح هو اللي هيقدر يكمل في اندية كتير ممكن ما تقدرش يتكمل الفترة اللي جاي لانه ما بيكونش يدارس ملفه الاقتصادي كويس مده مهم جدا كمان عمر عشان كل الناس يعني معظم الجماهير العامة عمتا اللي بتحب بتحب اي نادي يعني هي بتوقف يقولك اصل مجلس ادارة طب الترانسفير لكن الجزء الاقتصادي لازم مهم جدا ينكون في حد كمان عنده الفيجن على عنده فيجن احنا شغالين خطة اقتصادية بعيدا طبعا عن الفنيات والكورة والكلام ده لا عنده فيجن الاقتصادي لان هو دوت اللي هيحقق الجزء الفني ما انت من غير الشق الاقتصادي والفلوس والماركتنج والرعاة هيبقى صعب جدا تجيب لعيبة وبالتالي هتصعب تجيب بطولات بالتأكيد كلام حضرتك سليم ويمكن الجزء اللي تكلمنا فيه ده حتى رسالة لبقية الاندية رسالة لاتحاد الكورة انه المفروض الفترة اللي جاية يبقى التفكير مختلف علشان الاندية تقدر تكمل يبقى فيه منافسة علشان اتحاد الكورة نفسه يقدر كمان يوفر للاندية دي يوقف ربطة اندية محترفة ونشوف بقى زي ما نشوف ربطة بريمير ليج نشوف هنا ربطة اندية محترفة في مصر التطوير ما يبقاش بس في الشكل تطوير في شكل حاجة كويسة نيبقى فيه شعار للدوري حتى دوري النسائية بقى له شعاره ودي حاجة كويسة لكن كمان يكون فيه على مستوى التنظيم الاداري التنظيم الاداري البطولة نفسها بتاع بطولة الدوري يختلف يكون اكثر احترافية علشان العوائد كمان تبقى اكتر الفترة اللي جاية صحيح صحيح طبعا بنشكرك يا عمر طبعا على اللقاء المميز جدا ولقاء قصير لكن اعتقد كان مفيد جدا لناس كتير ما كانتش عارفة الجزئية ديت واحنا بنوضحها وان شاء الله لنا لقاءات تانية ان شاء الله بإذن الله خطوات كده لامام للتحاد للقرى اللي جاي ان شاء الله وانت موجود معنا دايما بتطلع كل جديد عمر شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد الفاصل ان شاء الله معنا الكابتن الكبير محمد عمر بنرحب بحضراتكو في البيت الكبير مرة تانية فقرتنا الحوارية الأخيرة معانا نهاردة في البيت الكبير مع النجم الكبير الكابتن المخدرم الكابتن محمد عمر نجم النadi الأهلي طبعا في السبعينات والثمانينات هنتكلم النهاردة مع كابتن محمد حوالين عودة بطولة الدوري الممتاز من جديد مباراة الأهلي اللي جاية وإنجازات الأهلي الموسم ده بعد طبعا حصد ثلاثية آخر التطورات على سعيد القلع الحمراء كابتن محمد برحب بحضرتك ألف ألف مبروك بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير ده الثلاثية مع النادي الأهلي أهلا بحضرتك وأنا سعيد جدا أنا موجود معكم ماردة ومع كابتن هاني كابتن هاني ده يعني بيستحوذ على قدر من الحب الكبير جدا يعني دايما بتشرفنا وعلى مستوى الشخص يا حضرتك يعني قامة كبيرة جدا جدا ولعيب كبير ومن خلال المنطلق ده الثلاثية التاريخية اللي حقاها النادي الأهلي السنية دي أعتقد كان لها مرضوط خاصة عند الكابتن محمد عامر وليه رؤية خاصة في مشوار طويل يمكن موسم استمر لمدة خمستاشر حسنت بي يا كابتن وشعرك ايه وردود افعالك ايه بعد السلسل التاريخية للنادي الأهلي بص هاني أنا يعني أنا هقول لك على حاجة أنت انت بتشعر بيها أنت كمان يعني أنت زينة بالظبط لسة بتكلم مع سلام قبل ما نخش على الهواء بقول الله احنا كنا معزومين في ستة اكتوبر عند حد صاحبنا يعني في مطعم وكده وعمل شاشة كبيرة ده في المباراة الزمالية؟ في المباراة الزمالية النهائية وكنت أنا وأعماره وكان فيه وليد صلاح الدين وكان كم لعيب من لعيذتنا الأدام يعني والناس كتقادة حوالينا وكننا بنشجع زي الجمهور يعني إحنا يعني ما تيجي لو حد بيصورنا ما إحنا مش مسيطرين على نفسينا من جمهور الدرجة الثالثة ده مش ياريت لو فيه بعد الثالثة شمال ده هيبقى يعني متفعلين جدا مع فرقتنا وعايزين نكسب وكل واحد فينا عنده غير على النادي بتاعه والنادي الأهلي ده حاجة بالنسبة لنا كبيرة جدا لأن النادي الأهلي معلم معنا بشكل كبير جدا يعني إحنا إحنا كالعيبة لو لو ما ما جناش النادي الأهلي وكنا آآ أنهينا حياتنا في أي ناديaud من الأنديل الأخرى آآ آآ يعني بعد ما تبطل بتتنسي يومين بتتنسي вч düşün النهارده في استمرارية لك يعني إحنا بنقول دايماً إيه؟ العيبي لنادي الأهلي بياخد بياخد الختم أم ناشئ في النادي الاهلي. حتى لو هو ما عندوش الامل انه هو يتصعد في الدرجة الاولى. نكمل لغاية عشرين سنة. بعد العشرين سنة لما هتيجت لما لو النادي الاهلي استغنى عنك. انت لعيب نادى اهلي. لما هتيجت روح للمقصة هتروح ودي دجلة هتروح هنا. بيتعملت السيفية. ده لعيب نادى اهلي. ده ده واخد الختم. ده الختمة اللي حديك بتقول عليه. ايه. بتفرد. لا بتفرد جدا. جاي منين يا ابني من النادي الاهلي ده حاجة تانية. بيقدم عليه انه ياخده قبل اي لعيب تاني. صحيح. بياخد فلوس كويسة. يعني كل حاجة فيها مميزات. بس حضرتك اجابتم محمد كنت رسى برضو بتحكي لي تحت الهوى انك كنت على يقين بانه الاهلي هيفوز بالبطولة دي. اه والله. اه. كان اليقين ده جاي منين. والله هو يعني انا 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 شو سين يعني دايما في حاجات كده انا بحس بيها. اه اه. هو برضو ليه 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 اسباب. اه. 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 النادي الاهلي عانى جامد جدا. ومجلس صدرات النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي. قبل الماتش دوت بكلام كتير. خاصة كابتن محمود خطيب. يعني محمود خطيب عانى عانى بشكل لا تتخياليه من يعني من قصف. كلام مش مزبوط. وحاجات. يعني احساسي كان جاي من. ونابع من ان الحق هو اللي حيدوم. ولا يصح الا الصحيح. برغم ان انا كنت خايف جدا من الماتش. فنيا كنت خايف جدا من الماتش. يعني كاهلي وزمالك ولعبتهم ولعبتنا. لعبتنا رجالة وكانوا على النساء المسؤولية وكانوا رجالة جدا. لكن كان كان كل الادفة ميلة نحت الزمال. كنا القانين شوية طبيعي. خاصة ان احنا مغلبنا في الماتش الدوري تلاتة واحد. وهم دخلين بسخة كبيرة جدا ان هم حيكسبونا حيكسبونا. انا الاحساس ده كان ملغي عندي خالص. فعلا. انا كنت بقول انا هنكسب الماتش. ممكن نبقى وحشين. هنكسب بقى بالحب بالقرعة بتوفيق ربنا علينا. المهم احنا هنكسب. وبفضل الله. ديما تيجي تشوف الماتش. السيناريو. يعني معنا وبعدين بقى علينا والدنيا هتقفل. ويجي افشي ينجدنا. القضية ممكنة. يا كابتن محمد يعني فهمت من كلام حضرتك انه البطولة ديت مش بس يعني حققت انجاز بالنسبة للنادي الاهلي. كمان انجاز للاشخاص. وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب. اللي تعرض لظلم بين. او اشاعات مغردة. دايما انا اقول ان فيه دخان بلا نار. انا دي كلمتي دايما. ايوة طبعا. بقى فيه دخان بلا نار. بقى فيه دخان بلا نار. بس ده جيه كمان تحقيق الانجاز التاسع ده انصافا للشخص اللي ظلم. كابتن محمود الخطيب. بالضبط. انصافا له. وهو ما بردش. اه. يعني هو اولا هو يعني انا طبعا يعني شاهدت فيه مجروحة. لان انا عشرته طول ما انا في النادي الاهلي كنا على طول مع بعضه. كنا على طول برا برا الملعب مع بعضه. حتى لو بنعمل معسكر من نفسينا كده. كنا بنعمل معسكر اللي وحدينا. لو فيه ماتش ماتش زمالك ماتش مهم. ماتش هيحدد بطولة الدوري. او حدد بطول بطولة كاس. كنا كنا على طول مع بعض. لكن هو انسان مؤدب. وما ما 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 ولما يعني احنا حتى ما بنجي. احنا عاديم معاه. مجبش سيرة حد. يعني احنا انا ممكن اجيب سيرة واحد. هو ما يجيب سيرة حد. ايوة. ابدا. وبيتشتم كتير. وما بردش. يعني هو يعني اه. صور رد كابتن. نعم. رد. رد في الماتش. برافو عليك. ده دايما. برد العملي. هو ده الرد اللي رد بيه كابتن محمود الخطيب بوقفته. انه واقف بيسلم ولاده الدوري. بيسلم ولاده الكاس. بيسلم ولاده بطولة افريقيا. ودايما بقول ان حتى اللقطة ما بين حضنه للعبته. ده بيقول لهم شكرا. لان هو ده الرد. وانت عارف يا كابتن واحنا بنلعب. ردك فين يا ابني? اه. في الملعب. انت ما هو بصي هاني الواحد قدامك قليل الأدب. ما انت لو ردت عليها تيبقى زيه. انا بقى زيه ليه? هو خليه خليه يقول زي معاوز. انا يعني انا بقولش ما بحددش حد. انا بتكلم في العموم. معديس ياسن ده كيان النادي الاهلي ده متربيين على كده. اي واحنا متربيين على كده. لا فيه مجلس دره رد. ولا فيه هو نفسه كاتل. ايساء ليه شخصية ما ردش. وربنا يعني رضاه. يعني ربنا رضاه. نهاردة احنا اخذين تلت بطولات. التلت بطولات اللي على الساحة. لغاية النهاردة. بفضل الله احنا خدناهم. الحمد لله. طورة افريقيا. والدوري والكاس. وان شاء الله احنا هنحقق الخماسية بازن الله. يعني صبر الافريقي والصبر المصري بازن الله. متفائل? ان شاء الله. متفائل زي نهاية افريقيا كده? خمسة. خمسة. وخميسة. وخميسة يا كبتن عشان الحسد. وحاجة احتافل معكم ان شاء الله بازن الله. وانا احتافل مع بعض. لان احنا النادي الاهلي اا يعني المكسب ده لنا كلنا. احنا بيبقى الواحد بنشي في الشارع. هكينه لعب المالشها. اه كإن انا اللي لعبت والله. اا نادية وبيتي والنصر جاي منه فدي حاجة كبيرة جدا. اكيد 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 ومع الانتصارات دايماً بيبقى في مقولة وحضرتك أكيد عشتها إن حضرتك حد بطولات كتيرة جداً جداً وبطولات مستمرة لكن بنقفل على طول الصفحة وبنبدأ نبص للقدام ودي ميزة النادي الأهلي أعتقد فرحنا كتير جداً 27 نوفمبر لغاية يمكن من يومين كنا بنفرح بالأفريقية وبكاس مصر الأهلي دلوقتي بيقفل الصفحة وبيبدأ موسم جديد إن شاء الله بداية من يوم الحد مع مصر المقصة شايف رؤيتك للسكواد نفسه والفريق حيخش إن شاء الله البطولات اللي جاية مع رجوع صفقات رجوع بعض الإعراض وثلاث صفقات بنتكلم على بدر بنون بنتكلم على بيكم ونتكلم على طهر محمد طهر أنا عجبني جداً السياسة المسلميني وسياسة مجلس الضبط النادي الأهلي طبعاً السياسة دي هم الاتنين مشتركين فيها فيه يعني الناس كت كلها بتتكلم على إن النادي الأهلي محتاج تغيير في كل الصفحة في كل الخطوط ولو حتى هو محتاج فعلاً في كل الخطوط التغيير عمره ما هيجي بمرة واحدة أو بشكل شامل ده يعمل رابكة رابكة في التين احنا جبنا يعني اللي جيب من بره جديد هم اتنين بدر بنون وطهر وطهر محمد طهر بيكم بتاعنا بتاع النادي الأهلي بس احنا طلعنا بره يعني ادينا له شوحنة صنفرنا فرصة آه يعني عشان نشوف مدى صلاحيته معانا تاني ولا لا وزي ندفد وزي محمد شريف زي أكرم طوفي زي صلاح محسن آه يعني كل دول حطناهم في اختبار اختبار جيد عشان اللعب احنا عارفين طبعاً احنا كمداربين ان اللعب هو اللي بيجيب اللعيب هو اللي بيرفع من مستوى البدني والفني فاللي رجعوا دول دول بتاعنا احنا ما جبناش جديد عشان كده هم واخدين عارفين النادي الاهلي بيلعب ازاي عارفين النادي الاهلي بيلعب على ايه مش بيلعب على المركز التاني ولا التالت ولا الرابع احنا المركز الاول احنا وان وي طريق واحد هو رايح بس مش رايح جاي قطر رايح بس بيدوس اي حد آه آه قدرت جدا النادي البنون صفقة هيلة جدا شفته كويس يا كابتا أنا شفته طبعاً طبعاً تقييمه تقييمه فني انتك برضو مش ماتش واحد لكن آه طبعاً بصفة مبدئية حاجة هادي انا يعني انا بشبيه بيك انت برضو كنت كنت راسي في الملعب جداً ما كنتش بتستلم الكورة وانتش مرعوب وعارف انت شايف بتمشي ازاي بكورة وكانت الهاجمة بتبدأ من عاجة من عندك من تحت وقال لما ناس زيك هاني وجدوا يعني ربنا حقي كان فيه عماد النحاس مظبوط نفس الشيء ده ممكن يبقى كده وماشي مع السياسة النادي الألي والسياسة المسلماني وخطة المسلماني ان هو ما بلعبش كورة طويلة ان هو بيساعد انه بيبني من تحت اه بيبني من تحت بيمسكها وعنده بدوء يعني ما هواش مش مصربع راكز اه والكورة العالية بياخدها يعني بصفة مبدئية هو حاجة يعني مشروع لعيب والعجبني كمان يا كابتن كمان عنده اتزان عصبي كويس قوي خاصة دربات الجزاء انت لعب تخيل احسن درب الجزاء في الدربات الجزاء اه بالرغم لعيب جديد جاي في اجواء جديدة مهما كان لكن انك تخش على درب الجزاء بتحدد بطولة في اول ماتش تلعبه مع نادي اول مرة تلعب فيه نادي كبير زي النادي الاهلي وده اعتقد كان عنده سبات انفعال هايل فيه لعيبة في النادي الاهلي يعني هو جاي وعارف مقدر النادي الاهلي ايه يعني عارف الضغوطات اللي هتبقى عليه انه جاي عاوز يبقى موجود ضمن لعيبة النادي الاهلي ويبقى لعيب اضافة للنادي الاهلي كل دوت مأصرش فيه يعني عنده فعلا انتسبات مفعالة كويس جدا. يعني حاجة يعني حاجة راقية بشكل كبير. بخلاف لعيبة لغاية النهاردة برغم ما فيش جمهور في الملعب. لكن انت هو اللعيبة يعني مش عايزين نقول اسماء. انا عارف يعني انت بتحس بهم ان هو لسه عنده توطر. عنده عنده توطر. هو هو بيلعب وعارف ان فيه مئة مليون بيتفرجوا عليه. يعني من هم تسعمية تسعة وتسعين مليون. اهلاوي بيتفرجوا عليه. فعليه ضغطات. فالتوتر طبيعي يعني. اه. عليه ضغطات من ان الجهاز الفني بيقيمه. هيلعبه ولا لا تاني. عليه ضغطات ان هو ممكن يكمل الموسم ولا ما يكملش. كل دي ضغطات على لعيبة النادي الاهلي. مين بقى اللي عنده الجلد وعنده العزيمة والاصرار ان هو يدوس على الكلام ده كله ويلعب في النادي الاهلي. وبعدين انت فرصة ان انت رعيب في النادي الاهلي. فرصة. فرصة عمرك. فرصة عمرك. لما تعد عن النادي الاهلي من مر الكرام كده. ده انت. طب كابتن محمد احنا كنا منتكلم على انه يعني الاصابات كانت اثرت والغيابات اثرت كمان مع عودة المعارين والصفقات. والثلاثة المصابين طبعا وليد وديانج واحمد ياسر ريان. يعني بشكل عام كده اكتمل او اكتمل الصفوف اكتمل صفوف النادي الاهلي. اللي جاي بقى. وتكملة المشوار اللي هو المفروض في تاريخ النادي الاهلي الصعب يعني. شايف يعني ممكن يحاول ايه من خلال اكتمال المشهد. اكتمال الفريق. عناصره. يعني هو يعني تكملة لكلام حضرتك ده هو هو تثبيته للفريق. مش مخليه بعيد عن عن الصورة. يعني مش مخلي كم الاصابات اللي كانت عنده تأثر معاه. يعني كم الاصابات دوت يعني واحد من في نص الملعب واحد اه في 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 الظاهر واحد. يعني يخرج بيخش. يعني. ولكن بقيت بقيت التشكيلة فيها فيها تجانس. فيها فيها هارموني. فيها انسجام. اه انسجام. اه اه. فرجوع الناس دي. دي هبقى عندنا دكة جامدة جدا. والدكة والفريق اللي عنده دكة جامدة هو ده الفريق اللي بيلعب على بطولة. هو بيبقى نفس الطويل. عنده هدف عايز يحققه. والحلول موجودة. وانت حضرتك مدير فني كمان كبير يا كابتن. وعارف قديه مهمة ان يكون عندك الدكة قاعدة برا. انت ممكن وبيحصل كتير في المباريات. يعني اللي بينزل دوت هو اللي بيعمل الفريق. وهو اللي بيجيب البطولة. طبعا. طبعا. اللي بينزل ممكن. يعني احنا احنا في سنة من السنين كان كان فوز سكوتي بينزل. اه عشر دقايق. خمس دقايق. هو اللي بيكسبنا. بينزل خمس دقايق. بيكسبنا. يعني كنا باللعب الاتحاد في الاتحاد. في ملعب الاتحاد اللي هو اللي في الافنادي الاتحاد اللي هو الصور حوالين الملعب. عارف فاكرون. اه ده مش استاد اسكندرية. مش استاد اسكندرية لا. في ملعب الاتحاد. كسبناهم اتنين سفر في الملعب دوت. واللي جابهم فوز سكوتي. وكان قاعد برا. كان قاعد برا. نزل. نزل سبع دقايق بالزبط. فكرنا بجده مع منتخب كابتن حسن ايوه جده كل ما ينزل. بطولة اعتقد الفين وتمانية. اه اه. مو ده اللعيب بيبقى اللعيب قاعد مركز. وشايف. وعارف ان هو لما هينزل في الحتة الفلانية هيعمل ايه. احنا بنشوف ساعات الكاميرا بتيجي على 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 العيبة في الاحتياط برا. قاعدين يتحكوا. وقاعدين يهزروا. مش مركزين. احنا احنا ما شاء الله عندنا دلوقتي بقى عندنا الدكة جمدة جدا. يعني ناصر ماهر دوت لما هياخد وحط رجله. انت ما عجب جدا بناصر. لا لا. العيب كويس. عند رؤية في الملعب وكشف الملعب كويس جدا. وقوي وحريف. يعني حاجة حاجة جميلة. محمد شريف برضو العارة دي ودكته تماما. بقى النهاردة على الثلاث خشبات حاجة جميلة. هيبقى فيه من نفسها نفسها جديدة جدا. بين محمد شريف وبين صلاح محسن وبين مروان محسن. متقلق مع المنتخب محمد شريف. والهدف اللي حقاه مع توجه. كان عودة مبشرة يعني. مروان محسن هيبقى كويس. مروان محسن هيبقى كويس. لما هيلاقي فيه ناس. حد وراه. اه. انت طبيعي انت لما بتلعب مع الناس مع ناس مستوها عالي. مستوك بيرتقي ليهم. لو بتلعب مع ناس مستوهم. او لو هو حاسس ان مفيش حد انا يمكن انا كده يعني مش كده كده هلعب لكن مفيش دايما انت مدير فني وعارف لازم لازم يكون حد بي بيحفر وراه بلغة الكورة. ايوة. لو انا حستي ان انا وحش لا ده فيه حد وراي فحياخد مكاني. وبالتالي دايما اللعيب بيحاول يحسن مستوى عشان يحافظ على مركزه. احافظ على وجوده في الحداشة. بالزبط. بس انا هو انا طالب بانه طلب مروان ان هو يشتغل على نفسه شوية. يعني حتة التدريبات التخصصية لابد انها. انت شايف ايه اللي ناقصه كابتن. انت لعيب كبير وعارف. انت شايف ايه ناقص مروان عشان يتصوله. اولا هو بيعمل بيعمل الاسست كويس جدا. بيهين نفسه. ما بيبقصرش. بيبزي الجهد الكبير جدا. لكن هو على الثلاث خشبات. الفينش. بتاعه عاوس تصبيت. يعني هو بعد ما جبنا الجول. كان الجول التاني انفراد. صحيح. راح وحطاه في ايد الجول. ما عندوش ازاي ان هو. وهو رايح يوسع لنفسه ازاي. سبت الجول ويخدها على جنب. يحطها في الجول. الحاجات دي عايزها تصبيت. عايزها تكرار. برغم انه عملها في مانشات كبيرة. يعني نفتكر مثلا مباراة الوداد. مثلا عمل جول حل وقوي. اه في الفترات الاخيرة كان بيجيب جوال. لكن استمرارية بقى. ما هو الناس عايزة استمرارية. بالضبط. ما هو الناس. خاصة انت في الناد لالي. والناس مش هتصبر عليك اهاني. مش هتصبر. انت. اه. 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 احنا احنا بنبقى تلاتين لعيب. وعايزين حداشر لعيب بس في الملعب. والتلاتين كويسين. التلاتين كلهم زي بعض. التلاتين كلهم يعني. ما يعني. ما تقدرش تقول على واحد فيه موحش. لكن المنافسة الشريفة بينهم بقى. بينهم ومن بعض في التدريب. عشان كل واحد يلعب. هي دي. هي دي اللي بتقلع. هي دي. انا النهاردة مروان محسن. جالوا منفرادين تلاتة وما حطوهمش. هجرب صلاح محسن. صلاح محسن لما جالوا الانفراد حطه. ازبت. اقعد بقى انت خليك برا. بغاية مصلاح يوضع. بغاية مصلاح يوضع. بغاية احمد ياسر ريان كمان موجود. احمد ياسر. ايوة. طيب. يعني احنا في احمد احمد ياسر. عندنا صلاح محسن. عندنا مروان محسن. عندنا محمد شريف. اربعة فرودة كويسين. اوه طبعا. طبعا. فـ يعني لازم لازم يشتغل على نفسه. لازم يبقى فيه شغل تخصوصي يعني يطلب من المدرب بعد التدريب بنوص ساعة يعمل له حاجات فانفرضات حاجات فانفرضات كرصات جانبية يحطه بتماغه يحطه بجليه مروان لعيب كبير اعتقد الفترة اللي جاية كمان هكون افضل كابتن محمد حضرتك من اللعيبة اللي توجه مع النادي الاهلي بالبطولة الافريقية قبل كده وعايزة حضرتك يعني تقول لي كده ذكرياتك لما حقان الانجاز ده خدتك لحد فين الذكريات وهل فعلا الصعوبات اللي وجهت الاهلي الموسم ده حضرتكم وجهتوها في جلكم لا الصعوبات اللي احنا وجهناها مجيش حاجة مختلفة من نوع اخر يعني اكيد صعوبات من نوع اخر يعني الصعوبات طبعا في البطولات اللي فاتت دي الكورونا واللعيبة في الفترة اللي بعدت فيها عن عن النادي وبعدين ازاي يتمرنوا وازاي يتابعوا اللعيبة في تمرين في جيم في كل واحد في حتيته عشان منع التجمعات وبعدين لما تجمعوا تاني برضو فقدوا شيء برضو فقدوا شيء وكان فيه اصابات تاني اللعيبة طبعا اصابات عشان هم انت من تشعينك على اللعيبة كلها طبعا ومش كل الناس بتشتغل على نفسها زي هاني وزي محمد صلاح لا فيه واحد ممكن ينام او يروح او يروح فرح اه يعني 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 ما عندوش التزام مع نفسه صح اوي فيه ناس بتبقى عندها اللي تزام مع نفسها وابينها اصرار اصرار يا كابتن محمد وعندهم اخلاص ده اللي بيفرق هينام بدل لازم ينام بدل خلاص يه هيروح تمرين هيروح تمرين مفيش مفيش تاني لكن فيه ناس تعارب بقى يعني برضو احنا مش كلنا مش كلنا وحشين ولا كلنا اه كويسين بالتحديات بتاعت زمان تفتكر اصعب اصعب تحدي ايه كان في مشوار كابتن محمد في خلال مشوار الطويل وبطلوات النادي الاهل الكبيرة والله يبص انا يعني انا لما جيت من كافر الشيخ اه انا كنت ساعتها في كل التجارة وكنت باجي يوم اتنين اروح اسفر كافر الشيخ التمرينة التانية واليوم التالت الماتش فكنت بلعب وبجيب جوال ومشهور على مستوى بحري كله وكنت راس حرب انا طبعا انا قلت لك كده كنت راس حرب يعني فلما جيت النادي الاهلي الحملة التدريبية اختلف باتمرن كل يوم مرن صبحوا بعض الظهر فبدأت بقى احس بشد حس بمزق حس بحارفة جسمك مش راكل لسه لسه ما اتقلمتش على الحملة التدريبية بتاع اله فعلى بال ما اتقلمت وبيتوقف على رجليه تماما كانت اياميها بعتك كان هريكوتي وكابتن فؤاد شعبان الله رحمه فكنت يعني على قهبة الاستعداد مستعد بان انا عاوز احطياطي عايز بس تخش تبقى موضة عاوز اخش في الستاشر او كانوا ستاشر بزمان مش تمنتاشر ما لما تخش الستاشر وتبقى قعد برا يبقى في فرصة ان انتهى هتخش الهداشر فدخلت ماتش اتنين التالت لعبت ربع ساعة في المصري برا اكت اول ربع ساعة لعبتها مصري بورس عيد في بورس عيد الماتش اللي بعديه كان جود بالبيس في استاد قاهرة ومصطفى عبدو اللي اول انا كنت قاعد احطياط برضو هاقض احطياط في الماتش انا كنت عارف ان انا هاقض احطياط مصطفى عبدو جيه اه قلن عند شد هي دكوتي قال لي انت هتلعب ونجرايت اللي حبت ونجرايت قلت له هلعب بقى قاعد يشرح لي بقى هتعمل ايه هتلعب ازاي وتحرك ازاي انت عايز تلعب خلاص بقى ونجرايت انا عاوش بس احط رجلية في الملعب صح وانا وانا راس حربة خلي بالك انا اتمرمطت مع هديكوتي وتمرمطت مع دواري لعبوك كم مركز اجاب لعبت في كم مركز لعبت في ونجرايت ولعبت هاف رايت ولعبت هاف دفندر وكل مرة كان بيغيب عبايز عب الشافي والخطيب وتلعب راس حربة وكل مرة لعبت فيها راس حربة جيبت جول لان انا اصلا راس حربة ايوه اوه ده مركز حضرتك الاساسي يعني اوخذ الاساس المكان يعني اعرف احزز بالمكان فين بالتلاث خشبات كنت مواظب يا كابتن محمد على فكرة التدريبات التخصصية دي كمهاجم وشغلتك في الاساس انك تحرز اهداف احنا كنا بنجيب حارس دوت يعمل لنا احنا حارس بعد التمرين وبعد التمرين كل واحد يجيب له 10 كور وشوت فاولات بعد ما الناس تطلع برا بعد ما اللعبة تخرج هو اللعيب اللي عاوز كده انت شوفي كابتن هاني يعني من الناس اللي فعلا اثبتوا جدارة في الاحتراف برا الاحتراف انا عارف انا عارف من غير ما اجربه انا عارف ان التزام شديد جدا الاحتراف ده افتزام صعب اه طبعا يعني هو هو راح هناك بقى موظف في كرة القدم الموضوع مختلف برا مختلف جدا محمد صلاح كمان بيكسر كل القواعد وكل الحاجات ديت اللي فاكر ان اللي بيروح يحترف برا اه الموضوع سهل موضوع صعب تحديات كبيرة جدا وزا ما حدات بتقول يا كابتن انت بتنزل الملعب يعني انت بتنزل كمان هناك عندهم ده شغلتهم واكل عيشهم ايوه فان لو مش هتحارف في كل تمرين في كل تمرين مش في كل مطر لو مش هتحارف في كل تمرين هتوعد ولو اعدت مش هتاكل فلوس هم برضو منظرهم ده ده اكل عيشهم طبعا العملية كلها يعني فيها تحديات كبيرة جدا واعتقد التحدي كمان كان على مستوى البطرة افريقية اعتقد 82 كنت تحديد 82 82 احنا اتعرف اياميها بقى عشان تروح تروح افريقيا كان الطيران مثلا لكينيا لزامبيا لأي بلد كل اسبوع طيارة كنت تطلع من مطار القيارة نزيد الوقت نحن رايحنا في الاسبوع واحنا رايحين كماسي وكماسي دي الرانوي بتاعها هناك حربي يعني ما تنزلش فيه طيارة مطار حربي اه ما تنزل فيه طيارة مدني اه الرئيس جاب لنا طيارة حربية وحطنا فيها ديكاك ديكاك اه ما تنزل اه ما تنزل اه ما تنزل بطيارة حربية كذا مرة وشنا طيارة بقى كده وجبنا كم مرتبة من الاستراحة اللي احنا كنا باستراحة النادي استراحة النادي ورمناهم وراء واربعتاشر ساعة في الجو من الطيارة ما نزلتش من غير اي ترانزيت كان فيه من طيارة بيغيروا في الجو ده غير الصوت ده غير الصوت عارف عارف الصوت وانا ضربتها مرة اه لا بتمون نفسها فوق اه اصعب ما يكون رحلات طويلة وتحديات كبيرة كبتن طبعا اه رحنا هناك طبعا هم هناك في كماسي بيحبوا الكورة زي عارف بشابهم بجمهور برازيل احنا كنا في الاستاد يعني ياخد 40 ألف كان فيه 60 ألف تغير الناس اللي بره جمال هناك اه اولا بقى جوا من ما حكسونا في الفندق واعدوا خبطوا علينا الفجر الساعة الخامسة وصحونا من نوم يوم المباراة يوم المباراة يوم المباراة اه وخدنا الاوتوبيس وروحنا للاستاد الاستاد اللي هنلعب عليه كانت مباراة الظهر اعتقد كانت الظهر اه كانت الظهر وبعدين واقفونا قدام الباب بتاع الاستاد مش هايزين يدخلونا احنا المفروض بالروح بقابلها بساعتين عشان نعمل المساجه بتاعه اه طبعا وتجهز نفسك وتلبسه والبنداج ولو كيف حضرة صغيرة اه اه فوقفونا قدام الباب لدرجة ان احنا من العرق كلنا ألعنا ألعنا لايك كل واحد اوتوبيس والله مكيف ولا حاجة انا عارف الاوتوبيسات اه لا طبعا اوتوبيسات ايه هم عندهم اه فقر كمان اه 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 طبعا فما دخلوناش قبل الماتش ما يبدأ بربع ساعة احنا طبعا اه في الوقت دوت اه كابتن جوهر قال لنا كله يلبس في الاوتوبيس قعدنا نلبس وبتاعه كل كل واحد اللي لبس فردة جزمة واللبس فردة شرابه واللي بينزل من الاوتوبيس بيجري على الملعب يجري على الملعب مش على قط اللبس اه مفيش واحد خلاص اه وما سخناش يعني دوب احنا يعني لما اللبس هنا اكتمل بدأ المباراة ما سخناش لعملنا اطلاط ولا عملنا حاجة وبعدين كنت وصلين متأخر يعني ولا اه عشان التوقيف ده اه رايحين عشان نخش قبلها بساعتين عشان نخش القوضة والريح اللي عايز يصلي يصلي اللي عايز يلف البدلاج بتاعه يعني يعني بناس تكن كده تركيز بقى وتركيز بقى و الكلام الأخير بقى في بعض المحاضرات في دور مقابلة لحصفة اه بس في انزلنا تلت ساعة ام هبدين نجول انتم مسخنتوش اه احنا مش شايفين انا نجري مش شايفين تعارف لما تيجي تبدأ تجلس بلينتات من غير ما تسخن يعني كمان الناس برضو تعرف الأجواء أولا كانت تقريبا الساعة اتنين الظهر جو حر جدا حر جدا فرقة ما سخنتش نازل ملعب واعتقد الملعب كمان مش مستوى الملعب اللي احنا بتشوفها دلوقتي خالص لا لا خالص لا ده بص انا يعني لو قلت عليه غيط جيب انا بغلط الغيط واخسم بالله اخسم بالله وجايز دي جايز دي نفعتنا في الكرة طاط الخطيب لما جات لنبط ام جاف فقصب هو عايز يخدها طبعا هو جابت جات فقصب رجله فبقت قدامه واخططه ها الموضوع صعب جدا وارض صعبة جدا جدا انك حتى تعمل عليها الكنترول فاحنا اول تلت ساعة خدنا جافينا جول دخل فيك وجول حدنا نبص لبعض كده ايه ده احنا اول تلت ساعة خدنا جول ده احنا كده احنا كسباني التلاتة سفر في مصر على ارضك اه يعني هم عايزين يكسب اربعة فبدأنا نهدى والشوية التلت ساعة دي سخلتك طبعا لعبنا بقى اشتغلنا وخطيب جاب التعادل ورجعنا بالكاس من هناك وكتأول بطولة افريقية تخش النادر الاهلي بعد بطولة الانجلبير كتأول بطولة تخش مصر في الانجلبير بتاع الاسماعيلي ده كان في 82 كابتن اول بطولة تدخل النادر الاهلي بطولة الافريقية اول بطولة كان بفضل الله كان الجيل بتاعنا هو اللي دخلها النادر الاهلي بعد كده طولة البطولة اه لو تشوف اليوم اللي احنا جايين فيه فرحة الجماهير ودخلوا الجماهير لغاية تسلم الطيارة واحنا نزلنا ما نزلناش على الارض وشالونا صالة كبرت الزوار وقعدونا لغينا بقى التلفزيون والناس المسؤولين في الدولة وركبنا الاوتوبيس بقى عشان نروح لا دينير اه ملعب التيتش اه في ست ساعات عربيات حوالينا هاني بشكل لا تتخيلوا والجمهور فوق الاوتوبيس مطبق فحاجة فرحة كبيرة انا اعتقاد التحديات بتاعت زمان تختلف يعني دلوقتي التحديات على مستوى السوشيال ميديا على مستوى لكن التحديات بتاعت زمان دي عايزة نوعية خاصة من اللعبات يعني مع كل التأدير اللعيبة اللي موجودة بالوقتي اه فيه ضغوط مختلفة لكن تحس ان السبعينات والتبنيات وأوال التسعينات عايزة شخصية معينة وشخصية يعني فيها مميزات كتيرة جدا عشان تقدر تتحمل الضغوط دي ده انا عايزة اقولك على حاجة في الوقت اللي احنا كنا بنلع فيه في البطولة دي الاحتراف في افريقيا ما كانش موجود ما كانش موجود الفرق كانت قوية جدا طبعا جدا النهاردة افريقيا كلها في أوروبا يعني الفرق اللي بتيجي انت اللي بتقابلها ما فيهاش حد على مستوى بقيت كلام حضرتك النهاردة الارباع اللي موجودين في المربع الدهبي بالنسبة للشامز لي كلهم شمال افريقيا مثل مصر الاهل والزمالك ورباء والمداد حتى مفيش بقى دلوقتي بنتكلم على الفرق الافريقية اللي كانت قوية زمان يعني المستوى قل لان المحترفين او افضلهم بروح يلعب أوروبا يعني انا بمناسبة انا اخدنا بطولة افريقيا انا عاوز عشان الناس تعرف النادي الاهلي لما دخل بطولة افريقيا سنة 2018 كان من كوتوكو اللي هي شكلها ايه؟ زيعوا الماتش دوت في القناة ماتش دوت فعلا فرقة قوية جدا كوتوكو دي يعني احنا البطولة كلها احنا اخدناها في 25 دقيقة نعم البطولة بتاعة النادي وتعاملين دي كابتن جهري كان بننزل نضغط نخلص الماتش في العشرين دقيقة المباراة اللي يقولها في القاهرة اه في كل المباراة في كل الماتشات اضغط خلص من الاول بنخلص عليهم وم يفتحوا تعارف الافارقة مفتحين بقى خلاص خلص الموضوع احنا كسبناهم 3-0 وهم عملوا علينا ماتش جامد جدا لعيبة كرة جامدة جدا فالنهاردة افريقيا والفرق على المستوى الكاس او المستوى الدوري في بطولة افريقيا قوين جدا طيب احنا عايزين سريعا جدا ننتقل للدوري الموسم الجديد واول ماتش ليك في الدوري مع مصر المقصة اللي تقريبا انت هتواجه يعني فريق مختلف بشكل كامل يعني او متجدد بشكل كامل خلينا نقول هيبقى في صالح الاهلي الماتش ده ولا ناحية عدم الانسجام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها من شوية والهارمني ده اللي مش اعتقد انه مش يكون في فريق جديد بشكل عام في المقصة ممكن ده يكون في صالح الاهلي كابتن محمد طبعا ده اكيد يكون في صالح النادي الاهلي نكلمنا على الانسجام للعبة النادي الاهلي ما تكلمناش عن مصر المقصة لان النادي الاهلي ما غيرش ناس من بره كتير وبعدين ابناء وكمان الخمسة والابناء اللي رجعوا يعني عارفين طريقة اللاعب عارفين طريقة الاداء اللي بيقدوا فيها في وسط زميلهم كل واحد حافظ ازاي يما ينزل مكان واحد هيعمل ايه مكانه والدور اللي هو بيقوم به لكن هي في نقطة دايما يعني الماتش بتاع كاس مصر كان بعد بطولة افريقيا على طول الاسبوع وانت عارف يا كابتنهاني ان دايما اللاعب لما بياخد بطولة كبيرة قوي بريح ده اللي كان مخوفنا من ماتش الاتحاد ايوة انا كنت ما كنتش خايف من ماتش الطلاقع اكتر ما كنت خايف من الاتحاد الاتحاد كان بيعقب على طول ثلاث ايام بزبوط طبعا الجهاز الفني بيبقى عليه يعني دور كبير جدا في الاعداد البدني والزهني والزهني للعيبة دي في ان احنا دي بطولة لازم نقفل عليها ودي بطولة هناخدها عشان نرصها على البطولات اللي عندنا فدي محتاجة جهد كبير جدا من الجهاز من الجهاز الفني فاحنا دلوقتي حققنا ثلاثية وكونك انت تحققتهم ده سهل لكن الصعب ان انت تحافظ على مكانتك لانك انت ما ينفعش ان انت تبقى واخد ثلاثية بطولة افريقيا والدور العام وتيجي في الدوري تخسر تيجي في الدوري تخسع تيجي في الدوري تقدي بشكل مش كويس لا ما صعب طموحات الناس عالي ودايما بيقارنوا بالسنة اللي فاتت وهو دايما الجماهير ليحا يقولك ان السنة اللي فاتت واخد ثلاثية يبقى ليه ما ياخدش الثلاثية تاني فده بيضيف كمان ضغوط على اللعيبة ومسئولية اكبر على الجهاز الفني بالضبط على الجهاز الفني وعلى اللعيبة يعني لازم يفصنوا لنقطة زي دي النقطة دي مهمة جدا لانك انت برضو داخل على دوري دوري لازم واول ماتش في الدوري دايما بيبقى صعب حتى لو بتلعب فرقة ضعيفة لان البداية دايما بتبقى صعبة فه وفريق مصر مقصة مش يعني اه فيه تغييرات كتيرة في اللعيبة لكن برضو معها مدير فني كويس اهاب جلال مدير فني كويس بيشتغل بشكل كويس خلي بالك كمان يا كابتن محمد اي فرقة دلوقتي هتلاعب النادي الاهلي انت بتلاعب نادي صاحب البطولة وصاحب السلسية فحماس اللعيبة اللي هتنزل كله بيطلع كل تقاطب ده اللي بتكلم يعني هتطلع كل تقاطب اكتر انت بتلاعب النادي الاهلي الكبير اللي لسه من اسبوع شفنا مباراة الطلاقع اي كلام فبيفجر جواه تقاط ممكن جدا لو النادي الاهلي ما عندوش الاستعداد الكامل ممكن ممكن المباراة تصعب علينا وهو ده 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 قدرنا ده قدرنا كالعيبة النادي الاهلي ده قدرنا ان احنا بنقابل اه 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 امينا كان فيه المانيا موجودة معانا كان فيه الترسانة كان فيه فرق برضو كانت لسه اه 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 صعدة و ويزلوا يطلع كله يطلعوا كله تقاطهم ان كل واحد اه اه عام عبدالبقال الله رحمه كان يقولك ايه ده اللي مش عارف اه امه متخصمة بيصالحها في الماتش بتاعها الاهلى اي وكله كله بيصالح عشان ماتش الاهلى عشان ؛ طلع افضل الخامل اللي بيروح يحلق ويجيب مش عارف آآ شراب اي حاني ماتش الاهلي يعني بيعمل استعداد لماتش الاهلي دوت عشان عاوز يظهر وعاوز لهو النادي الاهلي وعاوز يلعب في النادي الاهلي وعايز يبني قدام النادي الاهلي ان هو احسن من لعب النادي الاهلي فبيطلح كله تقاطر فاذا هنا لعب النادي الاهلي عليهم مسؤولية كبيرة جدا لان التلاتة بونت بتوع المينيا تلاتة بونت بتوع مصر المقصة تلاتة بونت بتوع الزمالك هم تلاتة بونت هم تلاتة بونت واحنا هنستعيد للزمالك بس ومش هنستعيد لمصر المقصة هم تلاتة بونت فطبعا لعب النادي الاهلي مظلوم إنه لازم يبقى عمل حسابه إنه هو حيقابل واحد قدامه بيطلع كل طاقاته قدامه لازم يقابله بكل قوة ومن الأول ومن البدري من البدايات وإن شاء الله 43 في الدولة بالنادي الأهل إن شاء الله شكرا لك يا كابتن محمد نورتنا حقيقي نهاردة في البيت الكبير الله يعني ما قالوا لي إننا جاي معاكم النهاردة أنا كنت مصود جد وإحنا أسعد طبعاً زيماً بتكون السعداء بلقاء حضرتك يا كابتن نتشرب بيك دايماً يا كابتن شكراً جزيلاً لك طبعاً دلوقتي معدنا مع زمايالنا طبعاً فكرة خط أحمر في البيت الكبير زمايالنا كبات أنا أسامة وفارس منورين منور بيك أهلاً بيك يا كابتن هاني محروك يا رجالة الله يبارك فيك يا كابتن ودايماً كده أفراح إن شاء الله والأهل في امتصارات عرفت يا أسامة أن يوم الثلاث بيكون أفضل من أغنية تعامر دياب عرفت أننا جايب من احتفل بقى والسبت والحد والخاميس وكل الأيام الحقيقة أحتفل الكثير الحمد لله كل أيامنا مع الأهل لما بيكون في امتصارات زي ما الكابتن بيقول بنرحب به طبعاً كابتن محمد وبيقول إن فعلاً لما بيحصل فوز للنادي الأهلي حاجات كتيرة جداً بتتغير اللي زعلان مع أمراته بيصالحها والشارع كله حتى بيكون سعيد دي حقيقة طبعاً نتمنى لكم طبعاً فكرة مميزة كل الناس مستنياكوا كلام كتير كمان عن الحاجات كتير وكلنا فرحانين وإن شاء الله كده إنجازات النادي الأهلي مستمرة بإذن الله إن شاء الله كابتن شاء الله فضل أهلاً بيكم طبعاً في حلقة جديدة حلقة خاصة جداً من الأهلي خط أحمر طبعاً المباراة غبنا عنكم التلات اللي فات بسبب مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري كنا جايين نحتفل ببطلتين وكسين دايماً يا رب دايماً النادي الأهلي في انتصارات أهلاً بيك يا فرس أهلاً بيك يا أحمد وإحساس مختلف يمكن فرحتنا تأجلت عشان تبقى مجتمعة بثلاث بطلات مع بعض وأقدر يليق بالنادي الأهلي السلسية وإن شاء الله بداية المسار الصحيح اللي كنا منتظرين إن الأهلي يكون عليه عصر الغابة إن شاء الله إن شاء الله قانون الغبر يرجع وتسايد الأهلي للبطلات إن شاء الله نطلع فاصل وإن شاء الله انتظرونا وحلقة خاصة جداً في الأهلي خط أحمر أهلاً بيكم في حلقة خاصة حلقة استثنائية من الأهلي خط أحمر أهلاً بيك يا فرس سلسية تاريخية بنحضرها وبنعيشها حاجة شرف كبير جداً وسعادة كبيرة جداً بنعيشها مع جميل إناد الأهلي أهلاً بيك يا أحمد وحس إحساس الرجل بتعوانيس بتعوانيس بتعوى ثلاثة أنا حس ثلاثة جداً يعني الله أنا لا عايزين نحب رقم خمسة إن شاء الله طبعاً سلسية تاريخية للنادي الأهلي ما تقررتش كتير خاصة لما تكون مرتبطة بدوري أبطال أفريقيا اللي غاب عننا وفارس هيعد معايا 2574 ليلة سبع سنين وسبعتاشر يوم تقريباً والحمد لله إن البطولة حصل فيها بعض الظروف وتأجلت لفترات كتير جداً لأن احنا هنا من خلال البرنامج قلنا إن البطولة دي هي بطولة المخلصين فكان لازم اللي يبقى موجود في الكدر أو اللقطة التاريخية يكون شخص ليدر مخلص والحمد لله وصلنا للمرحلة دي لأن بالفعل يا فارس النادي الأهلي هو نادي الطموح الحقيقي ولو أنت طموحك كبير فما كانت جوا النادي الأهلي نتفق معاك جداً يا أحمد عشان كده لو عرضنا الصورة اللي بتجمع بين التلات ألقاب الصورة دي يا أحمد بالنسبة لي هي المشهد الأخير يعني دي المشهد اللي أنت بتشوفه وبتنسى حاجات كتير قبله بس عشان توصل للحظة دي احنا مرنا بحاجات كتير جداً أحياناً وقت الفرح بتلاقي كل الناس حواليك كل الناس بتقولك الله ينور كل الناس مبسوطة كل الناس حتى بتحاول تاخد جزء من الاحتفال أو جزء من الفرحة إنما مش ده اللي كان المشهد المشهد كان فيه ضغوط لم يتعرض لها النادي الأهلي أحمد تقريباً على مدار تاريخه اللي أنا على الأقل عصرته ما شفتش النادي الأهلي مر فكرة لها علاقة بحجم التجاوزات وحجم الضغوط وحتى أن يبقى عندك منافسين بيدفعوا للأرقام دي خصوصاً مع دخول نادي بيرامة زعمومة في الكرة المصرية والبعض زي ما أنت قلت حاول يصور إن فكرة الطموح بقى خارج النادي الأهلي بس المشهد ده كان هو الرد تخيل يا أحمد إحنا وفرق 20 نقطة عن نادي الزمالك في بطولة الدورة وبتخسر ماتش كان بيتقال المكتب هو اللي بيجيب الاستقرار وإن ما عندكش استقرار كان بيتقال إن الإدارة عندها مشاكل كان بيتقال إن اللعيبة دي لا تصلح للنادي الأهلي بالكامل ولازم يتسرحه أنت متخيل يا أحمد لو كنت خسرت نهاية دورة يا بطول أفريقا قالوا ده حيبقى إيه صدقني كتير من المبتسمين كان وضعهم حيبقى مختلف تماما بس حتى لو ابتسامة زائفة على وجههم إحنا راضيين بيها طالما جمهورنا هو اللي مبتسم الابتسامة الحقيقية لطالق بالنادي الأهلي يا أحمد إحنا حاولنا يا فارس خلال حلقاتنا في البرنامج نوضح للناس أن وقت الهزائم بتظهر النواية بشكل كبير جدا اللي حصل بعد دوري أبطال أفريقيا أو نهاء دوري أبطال أفريقيا في مباراة ديربي بين الأهلي والزمالك وخسارة لنادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ما شفناش اللي حصل في الإعلام لما الأهلي خسر أمام الزمالك في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الأهلي بالمناسبة إحنا مش بنقول للإعلام هجموا نجا نادي الزمالك أنه خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا بالعكس اللي انتو بتعملوه دلوقتي هو الصح لكن اللي عملتوه مع النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي وقت لما خسرنا مباراة تحصيل حصل كان هو الغلط وعشان كده كنا لازم هنا نشير للغلط ده ونوضح الأمور دي زي ما أشرنا كتير جدا زي ما بنقول لمشوار صعب جدا مرنا به عشان نحقق البطولة من وجهة نظري الأغلى والأصعب وبالفعل تاريخ النادي الأهلي ما تعرضش الناس بتحاول تهز سوابتك بشكل كبير زي المرة دي فكرة الطموح دي أمرك ما كنت تسمعها في وقت وجود النادي الأهلي أي لعب طموحه يكون النادي الأهلي هو لعب كبير لكن فيه لعيبة بتفكر أو طموحها بيكون مختلف عن طموح المجد والبطولات وبشوف من وجهة نظري أن ده طموح صغير فبالتالي كل واحد بيختار على حسب طموحه وعلى حسب هو باصس لإيه وهو معه كل الحق لكن هنا لازم ندعم الناس اللي وقفت لآخر الخط وقلنا قبل كده قطر النادي الأهلي مكمل ناس كتير هتنزل من المحطات لكن يا بختو اللي بيكمل مع قطر النادي الأهلي لنهاية أي محطة وكل بطولة هي نهاية محطة وبالتالي أفشة وعمر الصليا وكل الرجالة وصلوا جماهير النادي الأهلي لحلم السعادة هتخلت في التاريخ ولقطتكم دي تستحقوها وتستحقوا عليها كل الثناء لأنها قفلت أبواب كتير يا فارس كانت ممكن تفتح علينا بشكل صعب قفلت أبواب كتير وخلت بطولاتنا حقيقة مش مجرد يفتح أحمد ولا شعار إحنا بطولاتنا واقع نمتلك منه الكثير اللي مش عند حد تاني في مصر وإن شاء الله عمره ما يبقى عنها عصرنا كان في الآلة خطة أحمد كان بطولة حاليا لازم نعد بقى يعني لا كتير كنا عملنا تصميم وإحصائية بس فعلا الحمد لله أهم الله يا أحمد من الاحتفال إن فيه أوقات صعبة كتير مرت علينا كنا في الوقت ده حضرين وبنرد وما بنسيبش الآلة في حاجة ده عندي أهم من أي حاجة الحمد لله طبعا فيه كله خد الثناء خلال الأسبوع اللي فات وخلال الفترة اللي فاتت لكن كان فيه واحد اتقال عليه الرجل التاني فبقى أصبح أول رئيس في أفريقيا يحقق لقب دوري الأبطال وهو لاعب وهو رئيس نادي طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي جايين نشوفه النهاردة بعين ثاني كلام كتير بيتقال عن فكرة الانتصار اللي بيتحقق بيكون بيسبقوا مهطيات ومقدمات منتظمة بتوصلنا في النهاية إن احنا نعرف إن ده طريق الانتصار ولا ده طريق الهزيمة البداية ما ابتدتش مع بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن البداية ابتدت مع مدخلة الكابتن محمود الخطيب اللي من وجهة نظري بشوفها تاريخية بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي وخصار الدوري أبطال أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب شايف إن في ملفات لازم تتفتح عشان يحط النادي الأهلي على الطريق الصحيح الأهم من كل ده إن هو أكد إن الملفات دي كانت هتتفتح هتتفتح حتى لو كان الأهلي أخد بطولة دوري الأبطال أمام الترجي لأنه كان شايف إن المصاري الصحيح محتاج تعديلات كتير مرنا بظروف صعبة مرنا بمورات سانداونز ولكن في النهاية مرنا ووصلنا لغاية نهاية دوري الأبطال عشان البطولة التاسعة في تأجيلها يكون كل الفرحة دي تكون على حساب نادي الزمالك في نهاية تاريخي ونهاية نادي القرن وبالصورة دي لازم نوضح المشوار اللي كان في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي احنا هنبتديه من أهم لقطة من وجهة نظري وهي لقطة سجدة الكابتن محمود الخطيب بعد صفارة الحكم وفوز النادي الأهلي بأغلى بطولة وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما اعتقدش أن فيه أهلاوي شاف المشهد ده اللي لما كل مشاعره اتحركت تجاه الراجل اللي اتحمل هموم كتيرة جدا واللقطة دي بتوضح أنه هو برغم الجهد وبرغم التعب وبرغم الأغز بالأسباب كان دايما يا فارس رامح موله على الله ودي كانت سجدة شكر بينزل من على كتفه فيها حمول كتير جدا لو كان لقدر الله خسرنا البطولة كان الكابتن محمول خطيب هيتعرض لانتقادات صعبة جدا 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 وبالتالي لما انحق البطولة لازم يتعرض لثناء يستحقه لأنه بالفعل بزل مجهود كبير جدا كله أعضاء مجلس إدارة طبعا مدخلة البشوانتس العامر فروق نائب رئيس مجلس إدارة مع الزميل إبراهيم فاق كان قال احنا كلنا صبرت للكابتن محمود الخطيب لأن هي دي وحدة المجلس وهو ده المجلس اللي بروح الفنينلة الحمرة اللي بالفعل وصلنا البطولة تاريخية أكيد العمل في النادي الأهل جماعي وكل الناس تكتفت عشان نوصل للمشهد ده بس حاب أقول حاجة أحمد أخذ من كلامك فكرة كابتن محمود الخطيب لا يحب السناء عليه ولكن هو تحمل كتير جدا وده حقه أنا شوف تقرير كان معمول على قناة أخرى مش حتى مش قناة النادي الأهلي في برنامج الزميل إبراهيم فاق تمن أو تسع أفراد ماشر فرض تسألوا إحساسك إيه بالبطولة عايز تقول إيه كان بقول أنا باهدي البطولة لكابتن محمود الخطيب مشهد أنا في حياتي ما شفتش جمهور هو اللي بيهدي البطولة لرئيس نادي ليه؟ عشان حجم الضغوط اللي رئيس النادي ده مر بيها وحجم التجاوزات غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي محدش تحمل الحجم ده من الضغوط وبيئة العمل اللي كانت محيطة بالنادي الأهلي من خارجه ومش داخله فلما بتوصل للحظة دي لا يا كابتن محمود الخطيب إحنا اللي بنقولك ألف شكر وده حقك وحقك لازم تاخده زي ما كتير جدا تحملت وزي ما كتير جدا ما كناش بنقدر نقول إن حضرتك متحمل كذا أو تستحق الشكر في كذا لإن كنت أنت عايز كده بس المراتي إحنا لازم نقولك ألف شكر على اللي أنت تحملته وعلى اللي في النهاية حققناه وكل المجلس وكل المجموعة اللي إن شاء الله منتظرين بيها يا أحمد أكتر من كده كمان ولو شفنا على مدار البطولة زي ما قلنا السيناريو ماشى إزاي هنشوف إزاي كابتن محمود الخطيب كان حضر في كل لحظة لو شفنا لقطة سان داونز كابتن محمود الخطيب عارف إن الخلفية إزي هنا للمباراة خسارة تاريخية السنة اللي قبلها كان موجود الفوز هنا ما كانش نهى المباراة إنت رايح بريتوريا اللي خسران فيها خمسة كنت موجود في بريتوريا رغم أن أنت كنت خسران خمسة الموسم اللي قبلها وكابتن محمود الخطيب موجود مع اللعبين واحد واحد بيشوفهم واحد واحد بيقابلهم وبيعمل الدور اللي هو فعلا كل اللعيبة لقطة الكهرباء مش من فراغ يا أحمد لقطة الكهرباء هي محصلة اللي اللعيبة كلها عشته مع كابتن محمود الخطيب كلام حسين الشحات كلام كل اللي عديد محمد الشناوي في كلامه عن الكابتن محمود الخطيب وإهداءه اللقب للكابتن محمود الخطيب لأن استشعر قد إيه الكابتن محمود الخطيب كان تاعب مع الفريق كلنا وعشان كده احنا كان لازم نقول الكلام ده النهاردة رغم ان احنا عارفين ان كابتن محمود الخطيب ما بيحبش السناء عليه بس احنا ما كناش هنقدر غير ان احنا نستعرض ده إنه جزء صغير قوي من حقه علينا وما كانش دي اللقطة بس لا ده في محطات كتير وجهناها طبعا مين ينسى محطة الهلال السوداني اللي انت محتاج فيه على الأقل تعادل عشان تخرج أو تسعد من المجموعة وحصل كمية شحن أعلامي غير طبيعي شحن جماهير الهلال السوداني فكان مين رئيس البعثة ومين اللي كان قلبه مع الفرقة الكابتن محمود الخطيب اللي راح المرش الهلال السوداني كلنا شفنا المشهد اللي كان مرعب وفكرنا بذكريات سيئة جدا لجماهير النادي الأهلي لما بعض الجماهير حاولت تقطح ملعب الهلال والنتيجة كانت واحد واحد كان الكابتن محمود الخطيب واقف في المقصورة وبيشاور لجماهير النادي الأهلي إننا مش هخرج من الملعب إلا بعد آخر مشجع يخرج من الملعب كانت مشاهد دايما لازم نحطها في الاعتبار لأن لقطات زي دي لازم تكون لقطات تاريخية كان مش هد الزهاب أيضا في مرات الزهاب كابتن محمود الخطيب لما استشعر إن جماهير النادي الأهلي في ملعب السلام عندها بعض المضايقات نزل لحد الصور المدرج وهدى الجماهير وتفاعل مع الجماهير وهو كان بيعاني من تعب يا فارس وأثار كتبينة جدا في مشيته فده دور القائد ده دور الليدر ده دور الملهم الأب فعلا والله ده دور الأب فعلا والذي ما بيتقال كده على قدر اهتمامك على قدر انتصارك على قد ما تهتم بالتفاصيل على قد ما تحقق الانتصار وكان عندنا لقطات أخرى حابين نخلدها ومشاهد أخرى في البطولة دي مشهد الودادي أحمد صعب حد ينسى كابتن محمود الخطيب وافد تدريبات شخصية اللاعب مع شخصية المدرب مع شخصية الإداري كل ده اجتمع وإحنا شفناه وقتها واقف بيتفرج على التدريب سبحان الله أنا في اللحظة دي كنت كتبت وقتها إن أنا عندي ثقة تمة إن ربنا حيكرم كابتن محمود الخطيب وحيكرم النادي الأهلي لأن فعلا أنت مستني إن ربنا يكفأك على مجهود فعلا بوزلة من الجميع وعايزين نقول حاجة ده يا جماعة أرقام والأرقام لا تجذب كابتن محمود الخطيب كلاعب وكعضو مجلس إدارة ثم تدرجه كنائب ورئيس النادي الأهلي هو أكثر حد في تاريخ النادي الأهلي حقق بطولات مجتمع لما تحطه في المناصب المختلفة دي من بداية ما صرته كلاعب وده برضو يدل إن اللي كان بيتكلم إن كابتن محمود الخطيب الإدارة حاجة واللعب حاجة أعتقد دلوقتي بقى القصة واضحة وده اللي حننقل منه على جزء جديد أقول لك رقم ممكن يكون البعض مش ياخد باله منه النادي الأهلي حقق في 38 سنة و 17 يوم 9 ألقاب دوري أبطال أفريقيا الكابتن محمود الخطيب منذ أول بطولة لآخر بطولة البطولة التسعة كان له دور مؤثر جدا منه هو لاعب وهو عضو مجلس دارة هو رئيس الوحيد اللي على مدار إدارة النادي الأهلي اللي حقق أو ساهم في التسعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا أول هدف سجله كان في 1976 وآخر هدف سجله في مرمى أول هدف كمان للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب اللي سجله وآخر هدف للكابتن محمود الخطيب كان في نصف نهاية أمام كوتوكو ولكن حتى الآن ما زال الكابتن محمود الخطيب بيسجل أهداف ويا لها من أهداف غالية بنعتذر طبعا للكابتن محمود الخطيب زي ما قال فارس هو لا يحب السناء عليه ووقت ما اغسرنا البطولة عمل مداخلة لكن وقت الفوز بالبطولة اختفى تماما من الصورة وهي دي عادة رؤساء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ لكن البعض كان بيحاول في منتصف الطريق يقلل من قيمة مجلس إدارة النادي الأهلي مش بس الكابتن محمود الخطيب كان الجميع خاصة اللاعب حسن عبد الربو نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا كلام كتير لازم نعقب به هل شايف أن مجلس الأهلي بيتأثر بشكل كبير جدا أو بيعمل حساب كبير جدا للجماهير وهو بياخد قراراته فبالتالي ده بيوقعه في أخطاء اللي جوه فيه مش على قدر المسؤولين أنا شايف أن من سنين كتير ما شوف ناش ناد الأهلي كده وانا بنشوف ناد الأهلي بياخدوا كرارات الصحة الكل حاجة بتعمل صحة الفترة اللي فات دي كلها فيه تخبط إدارة موجود ده ناد الأهلي والتخبط الإدارة ده معناه ان فيه جوه ناس أسماء كتيرة حسن هل أنت بتكلم إن كابتن محمود الخطيب رجل تسلس هل أنت بتكلم عن كابتن محمود بس اللي حاوليك دايما اللي حاوليك خالد دارندالي العمري حتى الشباب الصغيرة الشباب كلهم عندهم خبرات كويسة جدا يعني انت بتتكلم في ناس عندها خبرات كبيرة جدا الناس اللي مسكة ملفات الكرة بتتكلم كابتن محسن صالح عنده خبرات كبيرة جدا يعني فيه ناس كتير عمودة إزالي نحن من إمتى نيد ونشوف ناش المشاكل دي جوا ناد الأهلي من إمتى من سنين نشوف ناش اللعبة اللي مشيت نشوف ناش نارضة رمضان صبحي بالعقد ولي بتقول نشوف ناش النارض فيلر والصغرة ما شوفناش ناد الأهلي بطل عمره ما شوفناش ناد الأهلي بمر بواقس زي كده عجبني زكاء ميدو اللي بيوجه السؤال وسؤال عارف انت السؤال اللي بيوجهه للإجابة انت شايف ان النادي الأهلي بيخاف او مجلس إدارة النادي الأهلي بيخاف من جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا ده سؤال اكيد حسن عبد الربو هياخد السكة اللي هو خدها دي بالزبط لكن خدع حتى كمان بمصطلحات صعبة جدا ما ينفعش تطلع من لاعب كان في منتخب مصر في يوم من الأيام ويقول ان مجلس إدارة النادي الأهلي مش على قدر المسئولية انت مجلس إدارة النادي الأهلي كله قامات من بداية من أكبر رأس فيه والكابتن محمول خطيب رئيس النادي مرورا بوزير للشباب والرياضة الأسبق النائب المهندس عامري فاروق لحد أصغر نائب في السن يقدر يدير مؤسسة ويقدر يدير منظومة العمل في النادي الأهلي عمل مبني على مؤسسة ما ينفعش وانت كنت لاعب في منتخب مصر يكون ده كلامك عن ناس أفاضل حققوا البطولات دي حققوا البطولات دي وما ينفعش تقولك فيه تخبط وانت شايف مسيرة أو مش عايز تشوف مسيرة من التصحيح بدأت من يناير وصفقات للنادي الأهلي تم المجلس عداء عشان النادي الأهلي يحقق رغبة جماهير النادي الأهلي لأن أي حد بيشتغل في النادي الأهلي هدفه الأول هو إرضاء جمهور النادي الأهلي مش الخوف من جمهور النادي الأهلي مفيش علاقة خوف بين مسؤول وجماهير النادي الأهلي يا كابتن حسني العلاقة اللي موجودة علاقة حب الجميع بيتكاتف على صناعة مجد النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي فه�� صفقات تم عرضاء أو تم استخدامها من أجل فرحة جماهير النادي الأهلي بالبطولات اللي اتحققت وأعتقد جزء كبير جدا من الصفقات دي لها دور مؤثر بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات في الفترة الأخيرة وأعتقد ده يا فارس نجاح كبير لمجلس إدارة النادي كمان مترجم البطولات ما هيك يا أحمد وبعدين كابتن حسن عبد الربو كلامه كله مغلطات لسبب هو جاء تكلم في وقت كان النادي الأهلي فيه متسايد الدوري وبيلعب في أفريقيا ما خرجناش من بطولة الكلام ده كان في اللحظة وليس في كاس مصر حظوصنا موجودة وفي كل البطولات انت بتنافس فهنا الكلام لمجرد لاعب كان انتقل لمكان أو كده بدأنا نتصيد الأخطاء وعلينا كابتن حسني يعني هو واضح ان انت اساسا واخد توجه الإدارة وفي الإسماعيلي ونفسك تكون موجود وفيه منواشات بتحصل وقلبك على الإسماعيلي كل ده حلو بس نصيحة ليك بقى لو عايز تتعلم إدارة بجد تعلم جوا مدرسة النادي الأهلي مش هتلاقي مدرسة أعظم من كده تتعلم فيها لو انت كنت لاعب في لعبين بتطلع تحتارف عشان خطر تطور من نفسها انت تبقى حلمك تعمل معايشة جوا مجلس إدارة النادي الأهلي عشان بس تحاول تلقط حاجة صغيرة تفيدك كتير جدا في الكرير بتاعه حتى هو لعب يا فارس حلم انه هو ينضم للنادي الأهلي صناعة التاريخ لانه عارف ان التاريخ في نادي الأهلي اعتقد القدر دايما بيليق باللعب اللي فعلا يكون يستحق يلعب في النادي الأهلي هل يتواجد فيه ولا لأ احيانا للأقدار بتخدمنا نشوف بقى بطولات النادي الأهلي اللي حققها في الموسم اللي كان كله تخبط ده في موسم واحد بس اربع بطولات على مستقى كرة القدم ان شاء الله لسه الباقي يعني جاي دوري كرة القدم للمرة ال42 ابطال افريقيا للمرة التاسعة بعد غياب سبع سنين كاس مصر للمرة 37 السوبر المصري للمرة 11 دوري الطايرة كاس مصر كرة الطايرة رجال دوري السيدات لكرة الطايرة دوري كرة السلة سيدات ثمان بطولات وهنا ما جبناش في الألعاب الأخرى احنا يد طايرة كرة قدم وسلة دي البطولات اللي حققها المجلس اللي بترى متخبط وما فيش مجلس اي نادي في مصر يقترب بنسبة مئوية حتى من نسبة نجاح إدارة النادي الأهلي فده حبينا نوريكو في لحظات كان ازاي الصورة بتتشاف وكان بيروج لإيه وهل الكلام ده كان أحكام نتجة عن رؤية ولا مجرد تغبيط مين يا فارس النادي اللي تتوقعه الموسم ده حق بطولات في الألعاب دي يعني يقترب من النادي الأهلي ده ما فيش انت تتكلم في الاتحاد السكندري ده في السلة الاتحاد السكندري اقترب من النادي الأهلي وحقق أربع بطولات ولكن الكابتن حسن عبدالربو شاف إن الانتقاد يروح للنادي الأهلي اللي محقق تمن بطولات ومكتسح كل الألعاب طبعا أحمد وانا زي ما بقول انت بتاخد الصورة كمجمل نروح بقى لقصة تانية خالص أهمية البطولة بقى آه يعني كابتن ميدو كان طرف في الحوار وحنرى حكمه هو شاف إيه البطولات المهمة وإيه البطولات اللي مش مهمة وفي نهاية المشهد لو حققت ايه أنا جاحت دي رسالة من ميدو لحسن عبدالربو نطلع ونشوفها نارده على مرحلة حقيقة وموت يكسب بطولت أفريقيا بطولة دولي يعني كل اللي أنا بعمل ده أعتبر فشل بالنسبة للناس قصاتها أنا أمكسبش الدولي أنا أمكسبش الدولي زي الأهل الأهل يعملوا شوية كريدت بيسب الدولي إنما النارده الزمالك داخل أريان نارده أمه البطولتين السوبر حاجة البطولتين الكبار الدولي بطولت أفريقيا بطولة دول الكاس والسوبر دول حاجة تانية دول إيه عارف لما بتعمل أكل حلوة كيف في الآخر وبتحط لها شاية حاجات حلوة فوقية دول السوبر والكاس عالش يا محترام البطولتين اللي بيعايشوا قلدية كبيرة الدولي وبطولت أفريقيا أبطال الدولي هو ده اللي الجمهور بيجيلك في الآخر يعني مثلا إيه ما تخشش في خمس مطولات قولي إيه كسبت الكاس واتنين سوبر ماشي حلوهاوي عملتوا البطولتين دلوقتي كده ما بالك بقى الأهل كان واخد الدوري وحظوظه قائمة في الكاس وخد دوري أبطال أفريقيا أعتقد أكبر رسالة من مقدم البرنامج اللي انت بتطلع معاه ضيف يعرفك إذا كان النادي الأهلي حقق أهدافه ولا لأ مقارنة بأنديا زي ما قال ميدو ممكن تطلع من الموسم من غير أي أهداف لأنه دايما بتبص على بطولات المباراة الوحدة ودي مهمة جدا يا عارف طبعا دي خلاص بتوضح حكيمة البطولة دوري الأبطال الأفريقيا والدوري فالنادي الأهلي خد الأساس وخد برضو شوية الزينة اللي على الطرطة زي ما بيقول ميدو اللي الحقيقة عنده برضو موقف ضد دماغ لصدارة النادي الأهلي وحاجات بيقولها بشكل غريب جدا ده زي كان بنقول الكابتن محمود الخطيب مش بيرضى أن نحن نصني عليه هيرضى أن نحن ننتقد حد في قناة النادي الأهلي أو حتى خارج قناة النادي الأهلي لكن مع علينا المهم الحمد لله خدنا السلسية ولكن كان في مشكلة تقريبا في مركز رقم تمانية أو رقم ستة في مشكلة في نص الملعب تقريبا على مدار التاريخ في علاقتهم بالنادي الأهلي أنا مش عارف إيه المشكلة دي طلعنا من الكابتن حسن عبد الربو اللي كان بيحلم أنه يلعب في النادي الأهلي للكابتن مجد عبد الغني والكابتن مجد عبد الغني كان له تصريحات كتيرة جدا وقت التعاقد مع بيت سموسيماني وكان بيتكلم عن فكرة بقى اختيار جنوب أفريقيا وما شابه طب لما النادي الأهلي يا كابتن مجدي حقق دوري أبطال أفريقيا وحقق الكاس كان كلامك إيه؟ هل كلامك تغير وبدأت تورينا أن فعلا أنت كنت بتنتقد بموضوعية وبمنطق لصالح النادي الأهلي ولا أنت واخد خط كده مش هترجع عنه نشوف الفيديو بتاع الكابتن مجد عبد الغني مالك نص الملعب النادي الأهلي الأسد يعني إحنا عايزين برضو نبقى نبقى بسرحة نادي الأولي مبارات الزمالية كان الزمالك هو الأفضل طول لكن النادي الأولي هو اللي عارف يخلص اللقاء وعارف يكسب اللقاء وعشان كده حصل على طول النفرسين نفس القصة برضو للوقتي يعني المضروض أن إمكانيات النادي الأهلي وإمكانيات لعبك النادي الأهلي والجهاز البني النادي الأهلي أقوى كتير من لعابة صلاح الجيش لكن أنا شايف أن صلاح الجيش من أول اللقاء ند جامض جدا النادي الالي بيحاول يضيع فرص له مجموعة فرص يعني ثلاثة اربع فرص ممكن انه كان يحرز منهم اهداف. النادي الالي طبعا خط الهجوم بتاعه عنده مشكلة في خط الدفاع. وعنده مشكلة في خط الهجوم. في خط الدفاع قدر طلاعي كيش انه يخترقه اكتر من مرة. وكان ممكن انه يجيب هدف في الشرط الاول وبرضو في الشرط الثاني. خط الهجوم مش عارف يخلص اللقاء. مش عارف يجيب قول واثنين عشان ينهي اللقاء. ويقدر انه هو يحرز كاس مصر السلسية اللي كل جمهور النادي الالي بيتمناها. ولا لم تحدث اعتقد من سنة اثنين وتمانين. يعني احنا اخر تنين خدنا دوري وكاس وكاس افريقيا. كابتن مجدعد الغني بيتكلم عن امكانيات النادي الاعلي اللي بتفوق طلاعي الجيش. وده امر لا خلاف عليه. لكن مش حاطط في اعتباره ان طلاعي الجيش تخطى بيرامدز في دور التمانية بامكانيات بيرامدز التسوقية العالية جدا. اللي كابتن مجدعد الغني كان بيشيد بها في يوم الايام. ثم تخطى نادي الزمالك وصيف دوري الابطال ووصيف الدوري للنادي الاهلي بسلسية في مرمى نادي الزمالك في الدور نصف النهائي. فبالتالي فريق في مباراة كاس لازم الفريق احترم. الاهم كمان احنا نتكلم طبعا عن التحليل والارقام. لكن الكابتن مجدد قولك ضيع 3 اربع فرص في الشوت الاول. واللقاء ده كان قبل دراقلات الترجيح او قبل الوقت الاضافي مع الاستاذ الاميس. الحقيقة ان اول فرصة او اول كورة محاولة لفريق طلاعي الجيش. انطرجت على النادي الاهلي كانت بعد الديها ستين. يعني خلال ستين ديها ساعة لعب هي محاولة واحدة فقط لغير. لكن ده مش موضوعنا. لكن كمان يا كابتن مجدي تغلط في معلومات وتتلاشى او تتجاهل او تتناسى انجاز 2005 و2006 و2006 و2007. وتقول ان السلسية دي ما اتحققتش الا سنة 1982. بالمناسبة سنة 1982 النادي الاهلي محققش السلسية. والسلسية الوحيدة اللي اتحققت في التامينات ما كانتش دورة ابطال افريقيا زي ما هنستعد على شاشة. كانت بطولة ابطال الكؤوس. ابطال الكؤوس والدوري وكاس مصر زي ما حضراتكم شايفين. بالزبط. 84 و85. لكن لكن الثلاثية اللي اتحققت بالفعل هي كانت في أبطال دوري كانت 2005 و2006 و2006 و2007 وفي بعض اللابس عند بعض جماهير النادي الأهلي نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا كان بيخلص في شهر إما نوفمبر أو ديسمبر فكانت ترتيب تحقيق البطولات كان بيبقى دورة أبطال أفريقيا ثم الموسم يكمل فتاخد دوري وكاس وده اللي حصل في الفوز على النجم السحلي واللي حصل في الفوز على السفاكس التونسي لأن بعض الناسة فارس بتتكلم عن فكرة نحن اتغلبنا من النجم السحلي فزيح حطينا 2006-2007 وبروات النجم السحلي داخل موسم 2007-2008 بالزبط بس بعيدا بقى عن المعلومات اللي وضحناها وأرقام ما في يعني لا الأرقام لا تجذب ولكن كابتن مجد عبدالغني مش عارف يفرح ده أحساسي والله العظيم انت مش عارف تفرح مش عارف تفرح مع النادي الأهلي مش عارف تفرح زي الأهلوية اللي بيحصل مع النادي الأهلي مش موجود وأي حد بيتابع كرة على مستوى العالم مفيش فريق بيبقى واخد الشامبينز ليج بتاعة القرى بتاعته بيبقى عنده مباراة في الكاس على فكرة أنا لو النادي الأهلي برا فريق أوروبي وخد دوري أبطال أوروبا وعنده مباراة في الكاس وقرر يلعبها بالبودلاء كان شيء على فكرة مفهوم جدا وكان شيء وارج جدا وفرق كتير جدا بتتعامل مع الكاس معاملة مختلفة جدا وهي بطولة المفاجآت ولكن احنا عندنا الاعتبارات دي مش موجودة انت كسبت وزي ما أحمد قال فريق طلع بيرامز وفريق طلع عزة مالك لا نيجي عندك انت ولازم حنقف انت ازاي رغم القيمة دي انت ازاي بتخسر ومسيماني كابتن مجد عبدالغني من الفيديو اللي جاي هو ده بقى النقطة هنفهم الكلام اللي كلمكو فيه يا احمد خلفيته اصلا ايه ان فيه تربص نطلع ونشوف الفيديو مع استاذة لميس ونطلع عن عقل يعني ما زلت متحفز على موسيماني وعلى اداؤه انا النادي الالي لو خد بطول لو خد الدور العام وهو اخده من قبل من موسيماني لو النادي الالي خد بطولة افريقيا وطبعا استوفيه كان لصالح النادي الالي اكتر من النادي الزمالك النادي الزمالك ضيع وكان هو المتسيد ولكن النادي الالي ولا خلص اللقاء برجلة افشا انما والنهاردة برضو المفروض ان بيلعب طلاع الجيش برضو النادي الالي قيمة لعيب النادي الالي تساوي اضعف 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 قيمة لعيب طلاع الجيش بس لكن برافو طلاع الجيش لعب مباراك ويسا خرج بيراميس خرج الزمالك عنده لعيبة انا شايفه سمير يعني يعني لا الا اه 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 لا لا بصراحة يعني فريق طلاع الجيش كله النهاردة نجوم كله نجوم الحقيقة الجون بتاعهم بسام لا طبعا عندهم اردو بسام شال كهرة يعني انفراضين يعني بسام بصراحة لا لا هم عاملين شغلة هاي الليوحيوا عليه بامكانيات ضعيفة بامكانيات اقل من امكانيات طبعا الغريب انه استاذة لميس اللي هي المفروض مش كروية ورغم ان على فكرة ذهنها كان حضر جدا في المداخلة دي ردت عليه باللي احنا قلناها تلقائي فيما يخص بيرامدز وفيما يخص نادي الزمالك اما فيما يخص مصيماني الدوري هو جاي والنادي الاهلي واخده دوري ابطال افريقيا اخده بالحظ كأن ما كانش فيه نص نهاية قدام الوداد فاز فيه على الوداد على ملعبه اللي ما اخسرش من اربع سنين وبمجموعة المباراتين بخماسية انسى مفيش وداد ومفيش تجيز ومفيش تحضير نفسي ومفيش كل ده مدرب ما جاش عمل حاجة خد لقطة الزمالك اللي حنتكلم فيها في حاجات بعد كده ووقف عندها الكاس طلاق الجيش كان احسن منك وفي قلب المداخلة هي هي بيقول ان حارس فريق الطلاقع بيشيل انفرادات ونجم المباراة لانه شيل انفرادات القصة واضحة جدا يا كابتن مجدي والله العظيم انت معايز تفرح ومش عارف تفرح انت باصس على الشيء السلبي بس ويا جماعة مفيش كده في العالم مفيش مدرب بيكون لسه بدء مع الفريق ومعاملش حتى بري سيزون واحد موسيماني معاملش موسم تحضيري واحد مختارش صفقات معاملش فترة اعداد وبيتم توجيه النقد ده ليه وبيتم طول الوقت شايف السلبي بس في موسيماني بص انت في الاهلي بتكسب بيتم انتقادك بتخسر بيتم انتقادك طيب بالمباراة نفسها يا حمد اللي هو بيتكلم عليه حنروح لمباراة الطلاقع اللي انا حسيت ان مثلا الطلاقع احنا نجينا من الخسارة بستة سبعة صفر مثلا نشوف الاحصائية بتاعة المباراة الاستحواز خمسة وستين في المية للاهلي لصالح خمسة وثلاثين في المية الطلاقع نازم نحط في اعتبارنا دوافع نفسية واخد بطولة افريقيا طبيعي اللعبة تبقى مرياحة نسبيا لعب ماتش زيادة اللي هو بتاع الزمالك في ملحمة وضغوط رهيبة جدا بنتكلم على المحاولات عامل 17 محاولة على مرمى طلاعة مش اون تارجت بس عموما وصلت ب 17 مقابل 7 الاون تارجت خمسة مقابل الاتنين الاكسبيكتت جولز الاهداف المتوقعة وفق السيناريو الهجمات كان احتمالية دخولها المرمى كنت تقدر تسجل هدفين بوينت 59 ده بيتحسب كمتوسط في مقابل الطلاقع ما وصلش الهدف واحد يعني انت بتتكلم لو اي حد حيزاكر ستاتس مش شايف المباراة حيقول لا الفريق ده في ظل الضافع دي محقق نتيجة جيدة جدا قدرت تاخد الكاس لازم في الفترة دي لو انا قلبي على النادي الاهلي مش ماقولش سلبيات بس فيه فرق ما بين اجي اقول النادي الاهلي جاي من مباراة النادي الاهلي واخد بطولة كويس ان نقدرنا نشحن الدوافع النادي الطلاقع طلع فرق وعمل مفاجئات كويس انه ما عملهاش معاك بس احسن عندنا ده سلبي ممكن يتصلح انما بقول المدرب الدوري جاء واخده دوري ابطال افريقيا خده بالحظ وصد الطلاقع كان هيخسر يا جماعة ده مش تقييم يا كابتب بانج دي والله العظيم لا بنهجمك ولا بنسيق ليك بس مش معقولة تقطيع في النادي الاهلي حتى في عز لحظة الانتصار وما لو لا قدر الله حصل حاجة كنت اعتامل ايه هو بص الفكرة كلها ان الكابتن مجد عبدالغاني قارن بين انتصار النادي الاهلي وانتصاره لرأيه الشخصي السابق في بيت سمو سيماني واختيار بيت سمو سيماني عشان نفهم الكلام ده نسمع الفيديو ده وقت اختيار النادي الاهلي لبيت سمو سيماني مدير فني عشان نفهم ليه الكابتن مجد عبدالغاني مصر على انتقاد النادي الاهلي حتى والنادي الاهلي بطل دورة بطل الأفراك أنا دي وجهة نظري يعني أنا شايف النادي الاهلي ده بالنسبة لأنا أنا عارفه ده كبير جدا 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 والله دي تجربة فيها ريسك اروها تقول لي انها مضمونة ما فيش تجربة في الدنيا مضمونة ما هو أي قرار إدارة كابتا الله ينور عليك ليه الريسك بتاعه يبقى عايز بقى لو التجربة دي نجحت هنضرب تعظيم السلام ونقول احنا عم غلطانين بس ما انا بقول لك بقى ما سمعش نقص يشعر قسون انت غلطان واحد واحد اشتحليلك للموقف في الوقت ده يا عم الحاج احنا احنا اتعودنا اني اتربنا على كده اني لما نغلط نقول احنا معليش قسفين نتأسف تمام انتواخب بالك انما حتى لو اللي بتأسف الله صغر مني ده مش حيط ده دي الشجاعة ودي القوة انتواخب بالك انما ما يبقاش في عند المسألة مش عند المسألة فاروق مسألة انا دي وجهة ناظري النادي لالي اكبر من ان لازم كتجري معين يجي يضرب النادي وجهة ناظرك في الوقت ده يا كابتن مجدي برغم انها ما كانتش مبنية على بعض الموضوعية ولكن في النهاية هي وجهة ناظرك ولكن انت قلت في الفيديو ده نقط مهمة جدا ان الشجاعة واللي تربيت عليه في النادي الاهلي واللي تعلمته في النادي الاهلي وان انت لو استشعرت ان وجهة ناظرك دي غلط لازم كنت تطلع تعتذر ده كلامك الحقيقة اللي انت بتعمله في موقف المدخلات اللي احنا جايبانها وبعد انتصار النادي الاهلي والكلام عن فكرة موسيماني هو عشان انت مش عاوز تعتذر عن وجهة ناظرك الخطأ يا كابتن مجدي زي ما قلنا بالزبط ان انت كنت ضد منويل جوزيه جبنا جوزيه صنع تاريخ ضد موسيماني جبنا موسيماني بيصنع تاريخ في 8 ايام يكون مدير فني محق بطلتين وبطلتين منهم دوري ابطال افريقيا على الاقل النقد يستنى عليه شوية عشان نعرف الدنيا نبدأ ننتقد امتى نستنى خسارة نستنى نشوف القصة كلها ان بيص موسيماني لعب 10 مطشات يا كابتن مجدي ممكن نستعرض نتائج العشر مطشات على الشاشة عشان نوضح هو النقد ده جايب منين 10 مباريات فوز 9 هما فوز 8 وتعادل طلاقة الجيش اللي احنا فوزنا فيه بطولة كاس مصر اعتبرنا فوز لكن هو بيستمى تعادل ففي النقائق على الاقل فيه 8 فوز و2 تعادل سجل الفريق 21 هدف واستقبل 6 اهداف دي ارقام بتقول ان فيه بشاير خير للمدير الفني يعني اجل انتقادك لما تلاقي فيه بعض السلبيات على المدير الفني لكن هي الفكرة كلها الكابتن مجدي رافض يعتذر لانه هيبقى الموضوع صعب عليه جدا ان كان رأيه خاطئ امام رأيه لجنة القرى في النادي الاهلي ولجنة التخطيط في النادي الاهلي والمغامرة او الرزق اللي خده مجلس ادارة النادي الاهلي وفي النهاية يفوز بالملزات كل مغامره النادي الاهلي فاز بالملزات ويا لها من لزة دورة ابطال افريق يا احمد والله انا ما عايزه يعتذر بس زوء بقى مركب النادي الاهلي اللي بتمشي كون جزء من الفرح زي ما قلنا يا سيدي افرح افرح زي جمهور النادي الاهلي كله وما بنقولش ما فيه السلبيات بس مستحيل الهدم ده وبنيجي بنلاقي نفس الشخص اللي بيقول انه هو اهلاوي وحضرك هتطلع تقول بنقول انك مش اهلاوي لا النادي الاقلي بالفعل مش القصة ان انا انت مثل النادي الاقلي ولا لعبت كم سنة يا كابتن مجدي القصة مش كل حد بسجار تاريخ حضرك كلاعب محفوظ ومش كل حد يهاجم قصدول لجان قصدول بيحركوا قصدول قعد راجح حضرتك هل في حد بيعمل كده في نادي وبلا اي مبرر والراجل ما ادتوش الكريدت بتاع الحاجة اللي انت كنت بتنتقده عليها اتمنى كابتن مجدي للمرة المليار حضرتك تراجع نفسك لان تاريخ حضرتك يستدعي منك انت مش من احنا ان انت تحافظ عليه والله مش ان احنا اللي نحافظ لك عليه هو الكابتن مجدة فارس ردد ما يقوله اعلام المنافس ويعني واقع في فخ اعلام المنافس بالزبط وبما اننا بنتكلم عن اعلام المنافس عندنا حد هو من اعلام المنافس بس مش تابعوا يعني انا منهم بس كده يعني هو كابتن احمد الطيب كابتن احمد الطيب اللي كتير جدا من جمهور النادي الاهلي وانا بوصله الرسالة دي اوعى تعتقد ان جمهور النادي الاهلي اللي بنشوف على صفحات في تعليقات عنده موقف منك بلا مبرر لما نشوف اللي جاي ونشوف تصرحاتك ونشوف كلامك هنعرف اذا كان فيه مبرر ولا لا اول فيديو كان للكابتن احمد الطيب بيتكلم فيه على الانتماء في احد القنوات مع اعلامي اخر او صحفي اخر جزائري نطلع ونسمع الفيديو ونرجع نعقل وليش هرد لك الكابتن احمد الطيب ليش هرد لك الكابتن احمد الطيب لانه هو سبق وقال انني انتمي الى الثالثة شمال واليوم كل الثالثة شمال فرحانين ببطولة افريقيا بكاس الابطال والكابتن والكابتن والطيب ايه هذا لا يعني انتماء هو ايضا للثالثة يمين يجب ان يفتخر كأنه بأنه زاملكاوي الله انا قلتلك ان انت قلت ان انت اهلاوي احنا هنا ببنش برنامج فطفة احنا بنحل الكورة انت اخترت كده خلاص ملكش دعوه بغيرك بقى ملكش دعوه بفلان تابع ايه ومش تابع ايه ما كنت قاعد جنب هنا وحلوه زي الفل لما بعدت مالك ايه حكيم 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 يعني الشقيق الجزائري المحترم اللي راهن عن نادي الاهلي وفقا لمعطيات هو قال ان هي تاريخية وفقا الانتماء وهو لما جاه بعد كده في الحلقة بقوله هرض لك فطبيعي كابتن احمد الطيب فجأة بيتهموا ان هو كده وكأن انه انت زاملكاوي دي مشكلة ويعرف نفسه دايما على انه شخص لا ينتمي لنادي الزمالك ولكنه محايد انا عايز اقول لحضرتك الموضوع اللي انت لازم تقيمه وتعيد حساباتك فيه هل ردود فعل الجمهور تجاهك هي ردود افعال تجاه شخص محايد هل جمهور النادي الاهلي مادونة غيره وعنده مشكلة معاك بلا سبب وعلى فكرة احنا حلو جدا ان انت كلك انتماء وانك لا تفصح عنه بس فيه رأي في النوعية دي من الاشخاص يا احمد حلو جدا واجه جدا الاشخاص اللي ليهم انتماء بس ما بيعلنوش عنه عندك انت رأي حابب تعرضه لا انا عندي رأي الكابتن احمد الطيب نفسه هو هو نستعرض رأي الكابتن احمد الطيب نفسه على الاكاونت الرسمي للكابتن احمد الطيب عشان نفهم القصة ايه بالزبط بيقول انت زمالكاوي او اهلاوي او محايد اعلن عن عاطفتك وانتماءك ولكن دون تجريح او تقليل من الاخرين زي الفل جدا لكن هتكون على الخاص متعصب وبتاكل في نفسك وعلى عام عامل فيها محايد انت الخسران اول ما هتبص في المراية هتكره نفسك والجبن اللي انت فيه وهتموت وانت جبان اعلن عن حبك وده لا يعني انك تكره الاخرين فانت تحب زوجتك او ابنائك او ابوك وامك واخواتك وده لا يعني انك تكره الاخرين حفظ على احترام كل الاخرين واستمتع بمن وما تحب واقتما وكيفما شئت مش كده ولا ايه وختاما ايوه اسرخ بصوت عالي الزمال الجميل بصوت فهد الاتيبي اعتقد الرسالة اللي بيوجهها الكابتن احمد الطيب كان بيحطها امام مراية الفكرة كلها كان ممكن بدون الزمال الجميل بصوت فهد الاتيبي نقول ان ده مبدأ عندك ومتوجل الكل لكن بما انك اعلنت الجملة دي فاعتقد دي مش جملة واحد اهلاوي ولا جملة حتى واحد سويسي يا كابتن احمد دي جملة واحد زمال كاوي ففكرة بقى ان انا سويسي ومنتمي لنادي السويس على عيننا وعلى رأسنا كل الناس بتوع السويس وعلى عيننا وعلى رأسنا كل اي حد منتمي لأي نادي لكن الفكرة كلها ما تبقاش زمال كاوي كابتن احمد ومش قادر تباين ان انت زمال كاوي لان انت اللي بتقول انت الخسران واحنا بالمناسبة يهمنا جدا اللي عمله الصحف الجزائري او المدير الفني الجزائري اللي قال انا اهلاوي واعلن عن ميوله وانتمقه للنادي الاهلى لان احنا دائما في النادي الاهلي بنحب اللي اهلاوي يقول اهلاوي اي حد اهلاوي هيبدأ يقول انا محايد ما بيلاقيش عندنا في جماهير النادي الأهلي مكانة للمنتمين فبالتالي أتمنى يا كابتن أحمد يبقى عايز تقول حاجة؟ أنا عايزك أتمنى لازم نقف عند حتة ونعمل لا يسترس كويس قوي إنه قال متعصد بشكل خاص ومحيد على العام وقف مع نفسك في المراية نتمنى يا كابتن أحمد توقف مع نفسك في المراية وتقول لنا أنت شفت نفسك إيه لا هي الفكرة كلها إن الكابتن أحمد وارد فعلا يكون إحنا بنتجدنا عليه وارد جماهير النادي الأهلي تكون بتتجنع عليه وارد إحنا لمسين حاجة أوفر مثلا شوية لكن لما نشوف الفيديو ده هو نقرأ إن الكابتن أحمد ما يعني يكنه بداخله تجاه النادي الأهلي بوضح حتى لغير المصريين نشوف الفيديو طيب أي حتى تكون الأمور يعني هو غير محايد تماما يعني مع الأهل المصري حتى تكون الأمور واضحة أو محايد نمشيه مباشرة لا محايد أو مش محايد أنا ليه موقف بشوفه أنا بقوله ده المين أول شيء ده موضوع ده هي انت خارج بس بس هيكل باختصار انت خارج من مكانك عشان تلب الكرة انت ملعبتهاش جيت في خط المصار بتاعي عالتلطيني ضرب الجزائر أعتقدك كابتان أحمد مش إحنا المتجنيين يعني لما يكون حكيم السبع مدرب حراس مرمى وشخص جزائري ويجي يقول لك أنت عندك مشرف وأنك تلت يمين فده ممكن هنقول مثلا أهلاوي طب كمان الأستاذ هيكل أو هيكل بلهجتنا المصرية لما يقول لك أن انت دايما في اتجاه ضد الله بغض النظر عن وقتها كان الرأي بتاعك أو الرأي اللي انت قلته في راكلة الجزائر من عدم هو صح أو الغلط لكن هو أصلا مقدم البرنامج نفسه اللي عايش معاك خبرات كتيرة جدا بما أنك ضيف دائم ومقدم برنامج يلمس جواك أن أنت ضد النادي الأهلي تماما فأعتقد يا كابتان أحمد ريح الأمور دي كلها واطلع لأن انت زمال كاوي مش عيب إطلاقا والله حتى على البوست اللي انت كاتبه انت أصلا بتقول مش عيب طيب هنسبنا من الكلام بتاع كابتان حكيم السبع وهنسبنا من بوست كابتان أحمد الطيب هنسبنا من كل ده بس هنروح للعين اللي شافت المباراة عين كابتان أحمد الطيب وهو بيحلل المباراة وبيقول شافها ازاي وانتوا اللي حكموا وكابتان أحمد الطيب بعد ما نرد عليه يحكم دي عين منتمي ولا عين محايد مهني متخصص راجل بيؤدي عمله نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب عشان عندنا رد مهم جدا لكن تحليلي وقراءتي قراءتي المسبقة لحيثيات الأهل والزمالك في الآخر أعطتني الحق لأنني أنا كنت الواحد في الأستوديو الذي قال 70-30 أنه الأهل هو سيكون البطل وهنا نحييوك على القراءة حكيم وهذه قراءة والتحليل استباقي لكل ما سيجري هو توقعات هنحييوك على توقعات لحظة ثانية أنا هنأخذ بكذا يعني إيه 70-30 أصدن المباراة تبقى 70% من حس المستوى 30 لصالح الزمالك بس الأهل بيعرف يكسب ولا يقصد 70-30% إيه لا هو يقصد 70-30% بتاعك لما قلت أن دي 70-30% لا هو نفسه بيقول أنا توقعت المباراة 70-30 70-30 دي إحنا شفناها في الأداء في المباراة الزمالك كان أفضل بنسبة 70 إلى 30 لكن الأهل يفاز دي موجودة في الكرة مهم جدا الكلام كابتن حكيم السابق هو أعرب عن انتماؤه للنادي الأهلي وشخصية كلامها مهم جدا بالنسبة لنا وقال أنه كان ليه توقعات معينة كابتن أحمد الطيب قال أنت شفت اللي محدش شافه لأن احنا شفنا أن سيطارة الزمالك كانت هي لـ 70-30% كابتن أحكيم بيقول توقعاته قبل المباراة نسبة 70 إلى 30% كابتن أحمد الطيب لما حاب يرد عليه عكسها لسيطرة في المباراة وقال أنه شافها 70-30% بس هل فعلا كانت 70-30% هل قول؟ هو أيه الضرر أن يطلع مدرب حراس مرمى سابق أو مدرب حراس مرمى حالي جزائري يطلع يقول أن أنا شايف أن المباراة من قبل المباراة 70-30% أيه الضرر في أنه يقول رأيه ده؟ ليه الكابتن أحمد خد دور مقدم البرنامج وقال له استنى استنى وقطعه؟ عشان منتمي وعشان الرد كمان الإحصائيات يظل أن منتمي أنت مستحيل تكون شفتها 70-30% إلا بعين شديد الانتماء وبالعكس على فكرة ممكن أبقى منتمي وموضوعي لأن كتير من الزمالكوية شافوا أنك اللي هم أفضلية ما نعكستش في أهداف إنما 70-30% دي حضرتك شفتها لوحدك لأن أعتقد ده فيه نوع مش من الانتماء فيه نوع من المغالاة نشوف الإحصائية النادي الأهلي فاس بهدفين مقابل هدف الاستحواز بتاع المباراة بشكل عام كان كام 49% للنادي الأهلي 51% لنادي الزمالك من 70-30% ما هو 70-30% دي تقريبا كابتن أحمد الطيب شاف النص ساعة الأولى في الشروط الأول فقط بعد الهدف بتاع النادي الأهلي لو جينا شفنا التزديدات بنتكلم في 9-12% ولكن التزديدات على المرمى اللي يافع عليها كابتن أحمد الطيب اللي بتكلمنا في الكرة دايما خمس تزديدات على المرمى مقابل أربعة تزديدات خارج القائمة 2 مقابل 7 يعني حتى الفاعلية في التزديدات على المرمى كانت للنادي الأهلي الشروط التاني بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي غالبا حضراك ما شفتوش أصلا كان الاستحواز للنادي الأهلي أكتر 53 مقابل 47 6 تزديدات بشكل عام مقابل أربعة لنادي الزمالك تزديدتين على المرمى الأهلي مقابل واحدة الزمالك يبقى احنا كابتن أحمد لو بنتكلم عن كلام دقيق لحد محترف مهني قاعد في استوديو بيعلم الناس كرة القدم وفكرة يعلم دي كبيرة شوية أو حتى بيشرح للناس أو بيحللها مش مفترض حضراك تقوله كده لأن حضرتك اللي تكلمت كتير جدا أن الكرة أرقام وعلم وستاتس في النهاية المباركة 70-30 في مكان واحد فقط وهو عقلك الذي يرى الأمور بعين زمالكوية متشددة فيها مغالاة وليس عين محايد أو حتى منتمي موضوعي دون الإفساح عن ذلك هو أنا مثل زمالكاوي بس برضو أنا مثل زمالكاوي لكن الحقيقة خلينا بقى مش بس الكابتن أحمد طيب هي كانت فيه نغمة خرجت وأنا بشوفها نغمة من اللي هي دور المسكن أن أنت دايما لما بتكون بتمر بحالة صعبة جدا وطبعا بالتأكيد خسارة بطولة مهمة زي دي هي يعني بيترطب لأ أثار نفسية صعبة شوية فالمسكن اللي يخرج هو إيه إن الزمالك هو اللي كان المتفوق فبدأت النغمة دي تنتشر بشكل كبير جدا يمكن فارس استعرض إحصائيات الشوت الثاني تحديدا ليه لأن أنت بدأت الشوت الأول بهدف فبطبيعة الحال أنت لعبتك رجع التحافظ على هدف فهنا كان استحواز نادي الزمالك زاد في الشوت الأول لكن لما دخلنا الشوت الثاني والتعادل واحد واحد وخلاص باقي 45 ديئة من الأهل تفوق من الأهل تفوق مش بس استحواز تفوق كمان في خطرته على المرمى ومن هنا هنعرض كمان البعض اللي كان بيروج لفكرة هو الاستحواز أفضل ولا إنك تكسب المباراة أفضل إحنا مرينا بتلت مباراة هنستبعد مباراة السوبر الأولانية اللي إنتوا نسينا اللي إحنا كسبناها 3-2 دي وكانت ممكن تزيد دولة الإصابة لكن مرينا بمريات الزمالك السوبر المحلي حقا فيها الفوز برقلات الترجيح مباراة الدوري العام اللي الزمالك كان مهمة بالنسبة له جدا للحصول على وصافة النادي الآلي في الدوري فاز 3-1 النهائي دور الأبطال النادي الآلي فاز 2-1 فيه نقط مهمة جدا نستعرض الاستحواز هنا وهنا في مباراة السوبر المحلي استحواز النادي الآلي أعلى 51-49 محاولات النادي الآلي أعلى 16 محاولة مقابل محاولتين هنا كانت مشكلة النادي الآلي إن الان تارجت كان 2 فقط لغير مقابل 2 للزمالك لكن لما نيجي نبص بقى على الأهداف المتوقعة اللي بتوضح لك قده كان النادي الآلي مفرط في فوز غالي كان النادي الآلي 2.11 في حين إن الزمالك 54 يعني تقريبا نص هدف ده هنا لما نقول كده ده اللي نقول عليه بقى النادي الآلي 70-30 نيجي لمباراة الدوري العام النادي الآلي أو بمعنى أضط الاهلي خسر فيها من الزمالك 3-1 كان نسبة الاستحوال 57 للأهلي 43 محاولات النادي الآلي قد إيه 25 محاولة تقريبا مباراة في اتجاه واحد ومقابل 9 للزمالك برضو كان عندنا المشكلة اللي اتحلت بعد كده وهي الست محاولات انتارجت مقابل 5 لكن الاكسبيك تتجلز كما فارس 3.64 يعني النتيجة دي مع المعدل ده دي كانت بدأت تبقى سلبيات فايلة بالزبط يعني ده المفروض احنا لنسجل 3 أداف في حين ان الزمالك اللي 1.77 هو اللي سجل 3 أهداف من هجمات مرتدة لكن في نهاية دور الأبطال اللي عامله مسيماني بقى هو اللي صحح المحاولات انتارجت بالزبط عندنا خمس محاولات انتارجت مقابل 4 لكن الاكسبيك تتجول اللي احنا ما استعرضنهاش كانت 2.18 مقابل 1.42 يعني اعتقد في الثلاث مباريات سواء النادي الآلي فاز او الزمالك فاز في الدوري او برقلات الترجيح النادي الآلي كان هو الاخطر على المرمى كان هو الاقرب لتحقيق الفوز كان هو اللي هو اليد العليا في المباراة واللي حصل في النهائي زي ما قلنا لما بدأنا نلعب واحد واحد ونزلنا شوف تاني الاهلي كان هو اللي هو اليد العليا لكن الحقيقة بقى هو انتوا عايزين استحواز ولا عايزين اليكسب يخلص نشوف رأيكم وقت ما كان نادي الزمالك بطل السوبر المحلي على حساب النادي الآلي ونرجع تاني يا فرحتي مثلا ان انا استحوزت وان انا سيطرت وان انا ضيعت وان انا خدت خمسين كورنر وان انا عندي خمسمة ميس باس وان انا انت عملت ايه في النهاية بس بالزبط المضمون بتاعك انت ايه اللي عملته في النهاية كسبت طولة خدت البطولة بس عجبني الكلام ده ونمسك فيه بس هم للأسف غيروه طب ما هو لما انت تيجي تعمل حاجة تاني هيغيروه في النهاية النادي الآهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا عن جدارة واستحقاق وكل جمهير النادي الآهلي تستحق كل جمهير النادي الآهلي اللي شفناه في شارع مصر مصر فرحد بشكل كبير جدا يا فارس يوم حق النادي الآهلي النجمة التسعة النجمة الغالية جدا ومش هنقبل اي حد يحاول يدي مسكنات انه هو يعكر صف وفرحتنا والله انا مختلف في الحتة دي احنا عايزينهم يدي مسكنات ويعيشوا مظلوميات ويشوفوا بعين السبعين تلاتين او التسعين عشر يشوفوا زي ما هم عايزين لان ده في مصلحتنا الامعام في نظرية المؤامرة هو احد اهم اسباب تخوض النجلة لالتالي يعني انت بتختلف معايا سيبهم في البنجل بتاعهم سيبهم في مش انا قلتلك لنا بطولتنا ولهم اوهمهم فان شاء الله دايما انتفضل بطولتنا ولكن زي ما اسامة قال جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي لازم نقف هنا بقى وقفة الجمهور اللي ساند في عز دغوط وفي عز ازمات هاشتاج تلاتة وعشرين يوم متتالي بتطلع الاول تريندينج وبتدخل التصنيف على مستوى العالم جمهور النادي الاهلي اللي الناس قالت البعض قد يكون دي ظاهرة على السوشيال ميديا ولكن بنشوف جمهور النادي الاهلي ده جامعة الدول بنشوف كل شارع اتحدى في حد ما شافش في الشارع بتاعه احتفالات وعلى فكرة بنشكر الامن جدا برضو ان الاحتفالات دي ما حصلش اي مشاكل ما كانش فيه الناس تثابت براحتها المشاكل اي يا فارس مصر سعيدة الناس تثابت تفرح يا احمد وفعلا الناس فرحت وكان منظر كويس جدا ما حصلش مشاكل الحمد لله ما حصلش اي نوع من انواع حتى اصابات ما تيجي التكدس اي حاجة فكان الوضع فعلا مفرح الناس كان نفسها فعلا تفرح وده مقياس مش لشعبية بس النادي الاهلي مقياس لتأثير النادي الاهلي في الشارع المصري انا ما شفتش النادي الاهلي مصرح مرت النادي الاهلي مصدر السعادة لشعب وشريحة كبيرة جدا مش عارو مصر ودايما يا رب النادي الاهلي الجمهور النادي الاهلي ده يستاهل يفرح وان شاء الله كل حد بيعمل في منظومة الاهلي عارف ان انتو سستحقوا الفرحة دي وستحقوا اكتر من كده كمان وبنشتغل عشانكم وحنفضل نعمل ده حنطلع لفاصل بس خليكوا فاكرين ما ينفعش تصراحوا في الفاصل لان لو سرحتوا اللحظة القضية ممكن نشوفكم بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية خلاص سيب موبايلك اذا كنت ماسك موبايلك في الفاصل ما القضية ممكن لا حد ماسك الموبايل يا رجل بالضبط كده ونرجع لفقرتنا المحببة وهي فقرة ريمونتاد فقرة ريمونتاد المرة دي بتتكلم عن فكرة اقحام اسم النادي الاهلي لما البعض بيحاول يصنع شعبية ربما تكون بطريق خاطئ متأكدين ان احنا مرينا بظروف رياضية كانت صعبة خلال الفترة الاخيرة متأكدين ان الظروف دي كانت بتحاول ترسخ لفكرة ان وارد جدا الصوت العالي هو اللي يكون ماشي في طريق الانتصارات لما بتتحقق بعض الانجازات للصوت العالي لكن دائما وابدا لن يصح الا الصحيح احنا الوقتي جاوبنا على السؤال اللي كنا بنسأله هو ليه الشخص اللي واخد سكة الاخلاق والقوانين واللوايح في مشكلة معاه والاشخاص الاخرين ماشية معهم بدون مشاكل اعتقد الحمد لله ربنا اكرمنا عشان نقدر نجاوب على السؤال ده ان لما تصبر وبتجتهد وبتعمل في صمت وفي اخلاق ومبادئ بتقدر توصل لأكبر انجازات ممكن توصل لها لكن الحقيقة البعد يا فارس عاوز ياخد نفس السكة موسي احمد انا معاك في حتة انت قلتك بالنسبة لي لازم وقف عن ده وقف ان الناس اتأثرت فعلا المسؤول يا احمد بقى يفهم ان الجمهور محتاج ده بالظبط الجمهور عايز اللي يبدأ يصير مشاكل وحتى لو هو جاي في موقع جديد يبدو لي ان الدنيا مش تمام فيبدأ يحسس الناس ان لا انا اللي حقف انا اللي حتقاني انا اللي حعمل انا اللي بالصوت العالي انا اللي محدش حياف قدامي ودي برضو المشكلة وبرضو حاخد من كلامك تاني اللي انت قلته ان مش ده اللي بيكسب خصوصا لو طبيعة الشخص نفسها مش كده فأولا ان يحافظ على طبيعة وافتكي الكلمة قلناها في البداية خالص بيت شعر قلنا والمرء بالاخلاق يسمو ذكره لو انت حفظت على ده صدقني والله حتنتصر والناس اللي بتنتقدك دلوقتي هي اللي هترجع تسقفلك دلوقتي بس تصب لاش فعل لا ده في نقطة كمان يا فارس هو المسئول امام مسئولية كبيرة جدا لو فيه اتجاه الجماهير واخده لسكة فيها تعصب او فيها خروج عن نص انت كمسئول لازم يكون لك موقف ودور تاريخي ان مش ده الصح يا جماعة الصح ان يكون الاتجاه وفق لوائح وقوانين ومس صوت عالي ابدا الكابتن ايمان يونس خرج ضده هاشتاج من جماهير نادي الزمالك تاني يوم بالزبط كان ليه المدخلة دي عشان نعرف ازاي تأثير جماهير نادي الزمالك على المسئول في نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة نسمع تقل الفيديو يقول ايمان يونس تصريح قوي او يا وينس اي نادي سيتفاوض مع لاعب من الزمالك سنفعل ذلك مع جميع لاعبيه انا لن اقبل في الاخر ان اي حد يتفاوض مع اي لاعب من نادي الزمالك وكمان ده في غير المدة القانونية احنا قادرين اوي يا كابتن واقوية اوي صحيح ونقدر اوي نتفاوض مع اي لاعب في اي نادي فلن نسمح باي افكار او باي محاولات تشتيت او باي حد يستنصح او حد يفتكر نفس النوع فوق اي حاجة وبحذر وبقول منطقة ممنوعة تماما وكمان بقول لان الكبار بتوع اي نادي عايزين نعيب الاحترام احنا ناس محترمين اوي لكن اي حد هيتجاوز حدوده احنا قادرين نتجاوز حدودنا بكل يعني كلام سعيد الكابتن طارق يحيا بنفسه شاف ان التصريح ده في صعوبة او قوي وقال له يا وينس وكده يعني العلاقة اللي بينهم طبعا زمائل ملعب وكده وان كان الكابتن اي منه اسم عجبتهش التعليق ده لكن في النهاية كابتن اي من يونس قال احنا قادرين هنقدر هنتجاوز هنعمل كل كلام فيه ابراز لقوة عشان يرد على جماهير نادي الزمالك وبيتكلم عن فكرة ان احنا عايزين نعيد الاحترام احنا بقلنا سنين من هنا ومن خلال كل القنوات الشرعية للنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي بنتمنى ان احنا نعيد الاحترام للرياضة المصرية وكلنا كنا عارفين الاسباب احنا ما خرجناش عن اي نص احنا الكابتن محمول خطيب ملوش اي تصريح يسيء لاي شخص في المنظومة الرياضية بالعكس ولا اي حد في النادي الاهلي بالعكس ولا اي حد بالعكس ده طلع بيان ان احنا عاوزين نحترم كل الاندية بلا استثناء نحترم لعيب كل الاندية وقت ما جميل انه اللي قال يعني بدأت تترد على بعض اللاعبين اللي بيخرجوا عن النص فيا كابتن ايمان احنا اللي بنطلب حضرتك والله احنا محتاجين اعادة الاحترام محتاجين انت توقف وقفة مسئول وانا بتوسم فيك ده انك هتوقف وقفة مسئول ويتخرج من فكرة تأثير الهاشتاج اللي عمله جماهير النادي الزمالك ويتبدأ تروح لسكة الاحترام بين الاندية وفكرة اللوايح والقوانين والصوت الهادي وتشتغل بس في خلال نديك لان لما تحب تكسب شعبية بلاش سيرة النادي الاهلي وان كان احقاك اللي حق يا فارس هو الفيديو اللي احنا جبنا ده ما تكلمش عن النادي الاهلي فوارد واحد يسألني يقول لي طب هو جاب سيرتي النادي الاهلي في ايه ما انا حسيت للاحظة ان فيه ترابوس كابتن ايمان بيتكلم في كلام عام الله العظيم اقولك انه منشستر بهدر لا 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 ما فيش انا بناء السلسية وخيرتا ما فيش حاجة تزعلني قبل خلاص هنا احنا كنا مستحيل نتناول ده في البرنامج وده شأنه مخصناش حتى اللي بيلمح بحاجة وما بيتناولش النادي لقالي بشكل واضح احنا بنحاولش نرد عليه بس لما تيجوا تشوفوا الموضوع وصل لاستعراض قوة عامل ازاي ويمكن مش من كابتن ايمان يونس اللي لغته اهدأ شوية لأ لما نسمع كالعادة كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم على لسان كابتن ايمان يونس نشوف لغة الحوار اتحولت ازاي نطلع ونسمع الفيديو ومعليش كلمة اخيرة على لسان كابتن ايمان يونس رئيس اللجنة الفنية بيهدد اهو امير توفي هتكلم اي لعيب بالنادي الزمالك كابتن ايمان يونس هيكلم عشر لعيبة من النادي الاهلي لازم يكون فيه اسلوب محترم يدار بيه ناديين قبار زي النادي الزمالك والنادي الاهلي مرة تانية كابتن ايمان يونس بيوجه لكلامه الامير توفي مدير لجنة تعقدات ملكش دعوة بلعيبة نادي الزمالك واحمد السايزيزو وعقده مستمر وما يفعش تكلم لاعب ده شغل ده لابد ان يعاقب امير توفي وامير توفي مش هيعمل ده بدون الرجوع للمسكين القورة لجنة التخطيط او مجلس الادارة يعني زي ما كوبرتان هو باعث الحركة الاليمبية انا في رأيي كابتن خالد الغندور هو باعث التعصب الاعلامي يعني ده ده لقب هو يستحقه عن جدارة بيزعل على فكرة لا انا مش متخيل ان فيه اعلامي ممكن في قناة النادي الاهلي يوجه رسالة المسؤول نادي الزمالك ويقول فلان في النادي الاهلي بيهدد فلان في نادي الزمالك دي لغة غير راضية بالمرة يعني ايه كابتن ايمان يونس بيهدد امير توفيق المصطلح ده اتقالي ازاي وطاني حاجة امتى انا بخلق اتقالي 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 يا جماعة عشان احنا لما بنيجي الرد بيقالي ان احنا اللي بنصير تعص والله عمر ده ما حصل انا عايز اتكلم في حقيقة واضحة انا عندي لوائح وقوانين حاكمة اذا تفاوض نادي مع لاعب على زمة نادي وخلال فترة التعاقد مش خلال الفترة اللي هي الست شهور بتاعت السامح وعلى انه يختر نادي وقتها كمان هنا وقتها بيقدم النادي شكوى مدعمة وبيطبق عليه لوائح لو انا عندي الحالة دي كنت حتتقبل الكابتن خالد الغندور يقول الكلام ده بدون برضو لفظ يهدد مفيش حد في النادي الاهلي بتهدد مفيش حد في النادي الاهلي بتهدد وده لفظ غير مقبول بالمرة استخدامه اعلاميا ضد اي مسئول في النادي الاهلي او اي حد بيعمل في النادي الاهلي اللفظ ده غير مقبول اطلاقه مش كده وبس فلس شفت تتبع اللفظ بايه قال عايزين علاقة محترمة بين الناديين يعني انت جاي تقول بهدد وعايز علاقة محترمة ده اخطاب تحريدي غير اعلامي بالمرة ولكن حتى لو كان عندك واقعة زي دي كنت لجأ لده انما في النهاية هو كلام مرسل كلام بيصير تعصب كلام بيخلي الجمهور يمسك في بعضه كلام حتى احنا ما فكرناش نتناول انت عندك لاعب لما النادي الاهلي فعلا يفكر يضم لاعب او يبعث عرض اولى وحتى عقده منتهي ساعتها نقدر نتكلم حتى الاهلاوي ما فيه انا ما شفتش الاهلاوي بيتكلموا عن لزيزه خالص القصة مش كده القصة ان فيه ازمة مع لاعب معين فبالتالي انا بطلع اروج لفكرة ان النادي الاهلي بيتعاقد مع اللاعب ده وواواوا فيبقى عندي مبرر ان ازود عقد اللاعب ده فبدخل الاهلي في الموضوع وعندنا طبعا الكابتن امير توفيق هو اللي قفل بها الموضوع ناخد بقى لما تكلم مسئول من النادي الاهلي دون ان يذكر اشخاص دون ان يسئل اي احد قال ايه قال بلاش تجذبوا الكذبة وتصدقوها يا ريت كل مسئول او اعلامي يتحمل مسئولياته وهو ده وكلام كمان مش مجرد رد ده حد عارب بيقول ايه ويكون داعم بجد لنبذ التعصب والله العظيم عجبني منطق الرسالة لانه هو ارى كمان ما وراء الكلام الانتصارات بتكون في الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا استقيموا يرحمكم الله واحنا بنقول نفس الرسالة استقيموا يرحمكم الله في رسالتكم الاعلامية وفي تعاملكم مع الجمهور لان احنا كده عمرنا ما حنواجه تعصب لا ده احنا بنخلق تعصب كابتن خالد راجع نفسك في طريقة حوارك وفي الرسالة اللي انت بتقدمها لان لا يليق ان انت تتكلم عن نادي لا يليق بالشكل ده ابدا انا اختلف معاك انا مش هوجه الرسالة لكابتن خالد كابتن خالد اتكلم عن رسالة كابتن ايمان يونس كابتن ايمان يونس اتمنى ان انت بعد كده تختار توجه رسالك بنفسك حتى لو فيها بعض الانتقاد او فيها بعض الامور الغير منطقية فمش بيكون بالصورة دي كان كلامه مختلف بالزبط مش بيكون بالصورة دي وزي ما بنقول وزي ما بدأنا الفقرة بنختم الفقرة بنتوسم في كابتن ايمان يونس وكل رجالات نادي الزمالك اللي بيديروا المرحلة الحالية في نادي الزمالك نتوسم اعادة الاحترام بالفعل وانتوا عارفين او انتوا عارفين هتقدروا تعيدوا الاحترام منين وازاي لان النادي الاهلي بيرحب بدايما بالعلاقات المحترمة ده موضوع افلنا لكن الكابتن ايمان يونس برضو معنا في موضوع تاني بس موضوع والله العظيم احنا معاك وتعرفوا اللي بيتم عشان ما تجوش بعد كده تقولوا اصل اتحاد القرى اهلاوي احنا البرنامج الوحيد اللي كان مرحب بوجود الاستاذ عمر الجنيني في كل البرامج الرياضية وقلنا احنا حابين ده عشان هيكون شاهد على الفصرات النادي الاهلي وهيتغير من الاستاذ عمر الجنيني قبل المسئولية وبعد المسئولية وانا متأكد انه هو بعد موقف يسلم بطولات النادي الاهلي الفترة المؤخرة بقى فاهم ازاي النادي الاهلي بالفعل بيحقق البطولات وبقى شايف بعنيه ان نجاحات النادي الاهلي نجاحات معتمدة على مسلسات او مراكز قوة دقنا الاهلي ادارة جهاز فني لعبين جماهير لكن الكابتن ايمان يونس كان عنده وجهة نظر في مساعدة اتحاد القرى برئاسة الاستاذ عمر الجنيني نسمع عشان نسجلها للتاريخ برغم ان احنا معاه الاستاذ عمر الجنين ما قالوا ليش لا في حاجة كان عليكم 28 مليون كانت تقريبا مظبوط صح بظبوط ولما كلمناه كلمت بشكل مباشر قال لي طب ايه قلت له انا لسه ما تقول ليش فرقتك مش تقدر تحط القائمة بتاعتك وانا عندي مطش قال لي ما فيش اي نوع من انواع تصرف قال لي لا قلت له لا ما فيش اي نوع من انواع تصرف احنا دلوقتي محتاجين ان احنا هنحط فرقتنا وبعد كده عندنا فلوس اول لما تيجي هنعمل نوع من انواع الجدولة واتفقنا على نوع من انواع الجدولة والرجل تقبل بصدرح وقال حاضر ومن عنية وتحت امركه فيه تعاون من داخل قناة النادي الاهلي بندعم نادي الزمالك شايفين وصلين لحد فين وبنقول مع اتحاق كرة القدم فانه يتجاوز عن اللوائح والقوانين من اجل خدمة نادي الزمالك في الظرف اللي هو فيه ويسجل قيمة لعيب نادي الزمالك دون ان يدفع نادي الزمالك المستحقات المتأخرة اللي عليه وده على عكس اللي تم مع النادي الاهلي شوفوا وصلين لدرجة ايه احنا مع ده بس انتو سجلوا ده يا فرس مهم جدا كمان الطرح ده عشان لسبب احنا هيعدي علينا سنين وحيجي يتقال ان كان الاهلي بيجمل من اتحاد الكرة زي ما جينا استرجعنا ذكريات من سنين لكابتن محمد لطيف وهو لبعض الادوار وعرضناه هنا بوضوح احنا بنسجل برضو ان الامور لو كان فيها شكل من اشكال المجاملة فما كانش بيبقى النادي الاهلي اطلاقا عشان حنسمع رئيس الاتحاد استاذ عمر الجنيني وهو رأيه ايه فيما يخص القيد لنادي ما سددش مستحقاته نطلع ونسمع وزي ما قلت محدش هيقيد غير لما يحصل تسوية كاملة حصل تسوية كاملة وده الكلام ده يا فندم انا بقولك اهو حصل للاهلي والزمالك هو جميع اللي بيجي يقيد اللي بيجي يقيد بيعمل تسوية كاملة تمام وبيجي بالحساب من وجه نظره والحساب من وجه نظري وفي حسابات والكلام بص الارقام نجفعش ان نقعد بنا نتكلم فيها طبعا وده جامل ده هتجامل على حساب شغلك واسمك مش ممكن مش ممكن هتجامل على حساب اسمك وشغلك وشهرتك وسمعتك مستحيل عشان الناس تبقى واضحة المهندس عمر الجناني صعب ان هو يجامل او يحابي الاعلي او الزمالك او اي فرقة على حساب نفسه دي لا يحدث تصريح قدامكم فيش نادي حيقيد الا لما يحصل تسوية كاملة لمستحقاته كاملة لمستحقاته وما فيش اي استثناءات للأهلي ولا الزمالك والوضع هو ده الوضع ده ما كانش قائم دلوقتي وزي ما قلنا ما عندناش مشكلة بس محدش يجي يقول في اي لحظة ان النادي الأهلي كان بيوجه شفت حماس مهيب وبيتكلم لن يحدث ولم يحدث بالتأكيد طب انت ليه جاي بتتكلم عن فكرة ما يمكن حصل مع النادي الأهلاء احنا عندنا موقف واضح جدا وقت قيد كهرباء النادي الأهلي كان مطالب بسادات كل المتأخرات اللي عليه عشان كهرباء يتم قيده نشوف الفيديو اللي بيأكد الواقع عشان تبه الأمور متاحة للجميع وتقدر تقيم مين اللي بيتمه مجملته متعلق بالقيد بتاع يناير فما فيش نادي هيسمح له المديونيات اللي عليه ده خبر مؤاكل يعني بالبلد مثلا نادي الأهلي عايز يأيد كهرباء يوم واحد يناير عشان كهرباء يلعب يوم واحد يناير ربما يلعب يعني مباراة الأهلي مثلا مع مصر المقصة ويأيده في نفس اليوم إفريقيا عشان يكمل به أهلي عليه مديونية حوالي حوالي 8 مليون جنيه لازم يتدفعه والزمالك عليه مديونية حوالي 16 مليون جنيه لازم يتدفعه عشان يأيد يكون له حق القيد ده أمر مؤكد مليون المئة من أسوش واحد هو الأهلي عليه 8 مليون والزمالك عليه 16 بس النادي الأهلي دفع 15 مليون بالفعل عشان يطم قيد كهرباء لأننا قلنا هنا إن النادي الأهلي مع اللوايح ومع القوانين حتى لو فكرة إن حد تاني بيتجامل النادي الأهلي مش بيتجامل ساتتك دي الثماني أكبر من الستاشر الثماني أكبر من الستاشر بقت التفع أكتر من الخمسة دلوقتي حاجة صعبة جدا النادي الأهلي دفع للفلوس زي ما حضراتكم شايفين 15 مليون ما كانوش تمانيع زي ما الأستاذ متهاد شالبي أو الكابت المتهاد شالبي قال ودفع النادي الأهلي 15 وتم قيد كهرباء والحقيقة إن الستاشر بتوعنادي الزماني كفارس أعتقد كان لهم حكاية في ترحيلهم أو جدولتهم كان لهم حكاية وعشان كده عايزين بس نعرض الفيديو ده عشان نقفل به الحتة دي لأنه مهم جدا نعرف ما ينبغي أن يكون عموما بعدما نتخطى الأزمة بتاعة الزماني دي ما ينبغي أن يكون لكل الأندي خصوصا على لسان مسؤول كان وقتها كابتن محمد فضل ولليه الأمانة اختلفنا مع كابتن محمد فضل في حاجات كتير جدا ولكن أنا مش ميال لفكرة إن يخرج كابتن محمد فضل وكابتن أحمد عبدالله بن الاتحاد ويبقى الاتحاد بيضار بسلاسة يدونهم أنا مع فكرة إن الناس دي مهم جدا تواجدها خصوصا ما أسمع الفيديو ده لأن فيه بلان كاملة أعتقد لازم تكمل لأخرها وكل الأعضاء بيكون لهم تأثيرهم خصوصا لو فعلا كان برضو فيه ملفات مهمة معهم رغم تختلف تتطفق ولكن قوة الاتحاد نفسه وقوة تأثيره وقوة القرارات هنلاقي مشاكل أعتقد هتظهر أكبر نروح ونسمع الفيديو إنه الزمالك علشان ماضي على إقرار بأن أي فلوس تجيله من الكاف توصل للاتحاد الكرة فالاتحاد الكرة هياخدها من مديونيات الزمالك قرر أن يروح للكاف مباشرة وياخد فلوسه كاش حصل؟ حصل حصل؟ حصل إزاي؟ إزاي ما تعملتوش مع الصغرة دي لا هو مش صغرة هو اللي حصل والأهلي والأهلي عمل كده؟ بس الأهلي مش ماضي على إقرار والإسماعيلي تقريباً مصري أو بيراميس حاجة كده يعني كانوا أربع عنده وحصل الكلام ده الزمالك كان ماضي على إقرار إنه إيه فلوس إنه عنده تقريباً فيه الأرصدة البنكية محجوز عليها فإنت إيه فلوس بتدخل على طول ديريكت للاتحاد المصري وثم الاتحاد المصري بيطلع أنه إنت في حجز فالفترة اللي فاتت أنا بتكلم عن المستوى الشخصي أنا فجئت فجئت إن فيه فلوس طلعت لكن ملاقش علاقة بالاتحاد المصري يعني مفيش حد في الاتحاد المصري عمل حاجة أنا بوضح يعني راح للاتحاد الأفريكي رئيس الاتحاد الأفريكي كان يكلمني وأنا في السوبر وشرحت له الموقف وقلت إن فيه مديونية عندي الزمالك وماضي إقرار وطلعت له كل حاجة ووضحت كل حاجة وكان فيه فعل فلوس داخلت كتير جدا أخرى مباراة السوبر مركز الأول دخل عطل على الحساب الاتحاد طبعا ده الطبيعي بيحصل غاية ما تخصم المديونيات وفي الآخر عرفت إن فيه فلوس دخلت ما عرفش إزاي كاش ما لك خدها كاش من الكاف دي فلوس إيه فلوس أفريكي الكمفدرالية فمعرفش إزاي طلعت للأنداة يعني الأهلي ما فيش مشكلة خالص نادي الأهلي ما فيش مشكلة بس الأهلي راح خد كاش لأنداة الأخرى ما فيش مشكلة معرفش ما كانش عليه فلوس معرفش لا الأهلي ما علوش فلوس آه لكن القصة في الزمالك مؤكدة طلع الفلوس إزاي إجراء خلي بالك ده حقه بص حق لا ما تغيرش ساخد إجراء إنه ده حقه بس هو طلع وماضي فدي طبعا حاجة تعملت بس إحنا كل دورنا إحنا على طول الموسم القادم هيبقى فيه أي نادي مش نادي الزمالك بس أي نادي هيتوقفك كده لغاية ما يسدد جميع مديونياته أه هو بقى ده المهم جملك جميع مديونيات وعشان كده أنا قلت البعض حيعتقد إحنا كتير جدا كنت أبننتقد كابتن محمد فت طب ليه بتقول كده دلوقت لأنه هو كان مسك ملف كان بيقول أنا كلمت رئيس الكاف في الموضوع وقلت كذا كذا النادي لازم يسدد جميع مديونياته فإنت لقيت دلوقتي وضع مختلف خالص رئيس الاتحاد هو اللي بيتكلم في الموضوع وبيتكلم عن تسوية وجدولة وما فيش مشكلة يعني ما فيش حاجة خالص دلوقتي تقدر تعملها لا ما فيش طاب خلاص ماشا هنتصرف هي دي لا أنا عندي المسئول يبقى موجود وحاسبه على كلامه غير ما أصلا الخطة اللي اتعاملت ما تبقاش موجودة فما عرفش حاسب حد وإن كان اللوايح المفروض تحكم الجماعية هو الفكرة كلها اللي احنا عايزين نوضحها ونؤكد إن نادي الزمالك كان عنده مديونيات وقت قيد كهرباء في النادي الآلي يناير تم ترحيلها بوعد إن الفلوس هتيجي من الكاف تروح لالتحاد الكرة القضاء من مصر الكاف رح لنادي الزمالك الفلوس فحصل إيه المديونية زادت ووصلت لصفقات الصفدة فاللي حصل إيه تم جدولتها والله أعلم هيتم دفعها إمتى كنا حابين نوضح النقطة دي برغم إن احنا معاها وبندعم نادي الزمالك لإن في النهاية يهمنا جدا إن منافسنا يكون قوي لإن بنستشعر لازلة البطولات لما يكون المنافس قوي ده موضوع وقفلنا عندنا موضوع تاني للكابتن رضا عبد العال مش بتقفل الكابتن رضا عبد العال كان له تصرحات سابقة عن بدر بنون والكابتن رضا عبد العال دايما تصرحاته بتاخد نطاق بعيد خالص برا السندوق لكن خلينا نبدأ الأول بالتصرحات الفنية اللي كانت عن بدر بنون قبل انضمامه لنادي الآلي أو وقت إعلان انضمامه لنادي الآلي نسمع لكابتن رضا عبد العال عشان نرجع نعاق أقول لك على حاجة بس عشان الناس بس هتزعل مني يعني بدر بنون اللي جايبينه ده النادي الآلي وأحمد بيكهم أحمد رمضان بيكهم لسه بيكهم مخلص لسمي أكسب جلالت لا أحمد رمضان بيكهم قدمية زي بدر بنون وأي حد في الحدة دي بس خلي بالك بدر بنون ده لعب خبرة ولعب دوري بس إحنا شفناه لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف هو طويل وسطيل على الفاضي أنا بكلمك على أنت ليه يكون عندك لعبة هنا ولعبة كويسة وفهماك وعرفاك وعرف طبيعة النادي الآلي وجماهير النادي الآلي وأروح أجيب واحد أليل عشان أن أنا جايب لعب محترف أنا بقولك هي دي مش كلتا أنت بتجيب للشو ولا للي أنت محتاجه بطريقة الراجل اللي اسمه ماسوماني اللي هو بيلعب من وراء ويبدأ الهجمة من الشناوي دلوقتي مع واحد زي بيكهم هيركب النادي الأهلي على أي فرق في مصر وبر مصر هو جاي ببادر بنون عشان دي يا عم ما ببعرفش ياله عشان بيستلم من تحته يا عم دعمت زحمة ببادر في أراس جاي استعرضنا قبل كده موقف الكابتن رضا عبدالعال ورأيه ببادر بنون وأكدنا أن الكابتن رضا عبدالعال لا شاف بادر بنون ولا شاف الرجاء ولا شاف الوداد إلا فكرة الرجاء والزمالك فقط لغير وهو حك أو خد قرار أنه يحكم على صفقة النادي الآلي من خلال مباراة واحدة واستعرضنا الكلام ده قبل كده لكن الحقيقة وهنا الكابتن رضا عبدالعال بيختلف بقى شوية عن الكابتن مجدى عبدالغان في نقطة معينة أنه هو بنفسه يقدر يقولك أنا أصلا ما كنت شفت اللعب يابني بينسى والله بينسى كابتن رضا بينسى مش بغرقه حاجة جويسة برضو لكن الكابتن رضا عبدالعال لما شاف بادر بنون من مباراة واحدة مع النادي الآلي وفكرة بقى التدرج بالكرة والكلام اللي كان بيقوله ده وبعد خالص عن فكرة هو طويل وجمالي النادي الآلي وصفقات الشو وقلنا قبل كده مجلس النادي الآلي ما بيعملش الصفقات الشو والأمور كلها دخلت ده ضمن تخطيط وما دروس بشكل كويس جدا لما الكابتن رضا عبدالشاف قال إيه نسمع الكابتن رضا عبدالعال بدأت ببادر بنون أنا ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة خالص إن انت تبدأ بيه هو العيب أنا أول مرة أشوفه خلي بالك فمضش الرجاء ده التشكيل فمضش الرجاء ما كانش كده طبعا الشدناوي بدر بنون أيمن أشرف واخد بالك لما أنا تفرقت على بدر النهاردة أهم ميزة فيه إنه بيعرف باصر خلي بالك بقى هنا أعلى من ياسر إبراهيم ورامي ربيع آه طبعا أنا أبص أنا إحنا نختلف نتفق نهرج نضحك إنما لما تيجي تبص بقى وتتأكد وتشوف تقول بما يرضي الله يعني اللي أنا شفته النهاردة أنه بيعرف يطلع الكرة صح تمام طب ودي حاجة كان النادي الأهلي نقصها مثلا تبوز الخلفي بالنسبة للي خط الدفاع هو كان الوحيد اللي بيعملها على فترات كان عيمن أشرف آه يعني من صفقة شوة كابتن رضا وكلامك إن أنت بتشوفه الأول مرة بعد مبارات الرجاء وفشوفته بشكل مختلف هو ده اللي احنا كنا حابين نوصله لك كابتن رضا لما انتقطت صفقة بدر بنون وأعتقد أنت بتقول بتحب اللعبة بتاعت كرة وشفت بدر بنون هيكون إيه وبالمناسبة إحنا هنا لا بنحكم على نجاح الصفقة ولا بنحكم على فشل الصفقة فيه كل لعب بنجيبه بيكون متوسمين فيه النجاح طبقا لأرقام وطبقا لأياسات معينة وطبقا لوجهة نظر المدير الفني ولجنة التخطيط النجاح من عدمه اللعب بيثبته إن شاء الله في الملعب لكن طبعا كلنا يعني أمنيات إن اللعب يحقق نجاحات كبيرة جدا يا فرس خاصة ما بيحتوى يعني بيحتوى على شخصات كبيرة جدا كليدر في تعارف أنا بدر بنون وديانج فيه لعبة كده بالنسبة لهم عزة خاصة يا ابن عايزين بقى نتكلم في حاجة ودي قضية أتمنى إن هي تكون رسالة إعلامية ودي الحاجات اللي بتبقى إعلاميا بمعنى إيه كابتر رضا قال رأي بغض النظر عن هو بيطلع يقول رأي شفنا في الشناء واستعرضنا احنا حاجات كتير جدا كان قراءة كابتر رضا كلها متضربة فيها وكلها بالهواء وبطريقة الترند كل ده والله العظيم لا يعنيني لأنه في إطار رياضي وفي إطار ترندات وفي إطار عادي جدا حتى لو اختلفنا معاه سهل جدا ترد ومش مؤذل حد ولكن في رسالة إعلامية لحد آخر لحظة هنا حنتمسك بيها وأنا اللي مستغربه إن إزاي الإعلام لا يتناول ده مع إن مصر عندها سياسات واضحة جدا الدولة المصرية مع كل المنظمات الحقوقية وحتى المنظمات الدولية فيما يخص مصطلح التنمر ومصر طلعت عقوبات مشددة فيما يخص التنمر يا جماعة كابتر رضا عبدالعال شي كبالا لما بعض الجماهير صورت فيديو عنه تم القبض على الجماهير دي ونفست وفعلت القانون فيما يخص التنمر كابتر رضا عبدالعال بيعمل حاجة سيئة جدا غير مقبولة وإعلاميا لازم يكون فيه وقفة شملة من كل الإعلاميين معاها إن انت بتصف المدربين واللعبين بأوصاف لا يمكن إن هي تصنف كأوصاف رياضية وتقع تحت طائلة التنمر مباشرة زي ما وصف بدر بنون قال ده شبع فلان بيتسو موسيماني ونرجع بسرعة عقب رسال كتير جدا جدا لكابتر رضا عطلق كله موسيماني والناس بتتكلم برضو على إن زي كابتر رضا بيتكلم على موسيماني يعني بتكلم على واحد من الصحابة ده بكرشي وقدي كده وأكسم بالله كانتايه ومشايف لا يا كابتر خلاص انت ملك النهار ده مهيب بيتكلم معاه فبيقول له بيتسو موسيماني المدرب اللي بكرش كذا انت متخلل إن ده حوار كروي أبنائنا وإخواتنا والأطفال الصغارين في كل مكان بيسمعوا ده رياضيا بعد كده كمان مع مهيب تجاوز في حقه بوصف حتى مش عايزين نعرض الفيديو رغم إنه معانا والقناة اللي تعرض عليها الحلقة منزلتش الفيديو ومنزلتش الحلقة في الإعادة ومنتجة اللفظ ده ورغم إن احنا وصلنا الفيديو قلنا مش هنعرضه لأنه تجاوز في حقه مهيب برضو بوصف الإعلاقة بالشكل يا جماعة ده لا يمكن إن إحنا نسمح به النهاردة بنشوف في دور الأبطال في مباراة فيها البس جي والفريق التركي حصل تجاوز من الحكم تجاه لاعب ووصفوا بلونه الفريق انسحب بالكامل خلاص إحنا رحنا المرحلة إن الألفاظ اللي فيها تنمر لازم نقف عندها ما ينفعش ده إعلامية نصدر ودي رسالة مني للمجلس الأعلى للإعلام لازم يكون فيه وقفة تجاه المصطلحات دي وكمان بكلم النادي الأهلي لازم يكون فيه تدخل وإجراءات قانونية تجاه أي حد بيوصف في داخل منظومة النادي الأهلي بمصطلح زي اللي رضا عبد العالب يستخدمه وحبين نعرض بس في النهاية قانون العقوبات رقم 309 اللي بيعرض كابتل رضا عبد العال للحبس 6 أشهر نتيجة مصطلحات فيها إساءة والمصطلحات البدنية أو اللي بتتناول الشكل أو الدين أو اللون أو العرق رسالة مهمة جدا لا لا يا أحمد ده مستقبل ولدنا اللي لازم نقف عنده وأخيرا نتمنى نكون الحلقة كان فيها حاجات كتير جدا كنتم مستنينها وتأكدوا دايما إنه مش قصة القضية ممكن مع الأهل حاجات كتير جدا ممكنة طول ما احنا منظومة واحدة هدفها النجاح نشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر